السلام عليكم ازيكم شباب ان شاء الله بإذن الله في الفيديو ده مع بعض هنكمل شرح في مديول الكارديو فاسكوطر سيستم وهندخل مع بعض على موضوع الامبريولوجي اللي هنتكلم فيه على development of the heart خليه بس كده أفكرك بعدما تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام لما شرحت معاك الاناتومي of the heart وبدأت لك في فيديو كده أتمنى يا رب تكون شفته عشان تبقوا متخيل معايا الصورة بتاعة القلب قلت لك إن القلب ده عبارة عن كيس عضلي مجوف قلها معايا كده كيس عضلي مجوف يعني عبارة عن كيس الجدار بتاعة عبارة عن عضلات طب هذا الكيس كان مقسم إلى إيه؟ إلى أربع غرف اتنين أتريام واثنين فينتركل إيه رأيك توصف لي كده مكانهم؟ والله كنت بقول لك الأتريام دول إياك أسمعك بتقول فوق إياك تقول لي اتنين أتريام فوق واثنين فينتركل تحت غلط صفر على طول عمال قلت لك اتنين أتريام فوق والورة وناحية اليمين في المقابل الفنتركل هيبقى تحت والقدام وناحية الشمال حتى شبهتها لك ببتاعة الآيس كريم تخيل كده معايا ونت في عز الحرة دلوقتي ماسك بتاعة الآيس كريم تمام؟ وبتاعة الآيس كريم دي تحططها في بقك وصف لي كده لإيه بيكس بتاعها وصف لي كده النهاية بتاعة البسكوتة بتاعتك هتبقى اتجاهها إيه؟ لتحت والقدام وخليها ناحية الشمال طب والآيس كريم اللي انت عملت الحاس في ده هيبقى الفوق والورا وناحية اليمين يبقى القلب برغم انه هو شكله عامل بالزبط زي بتاعة الآيس كريم اللي ان احنا هنقول انه هو مايل بقى يعني بتاعة الآيس كريم دي مايلة مش واقفة على بوزها طيب ده احنا الكلام اخدناه في البيزيكس بتاعة الاناتومي النهاردة بقى هنا جايه نهاردة اقول لك ازاي بدأ ازاي تكون عند القلب مش هقولك بقى من اول كيف بدأ الخلق لكن انا هفكرك من اول من انت عارف ما معلواتك العامة ان الجنين الصغير ده عبارة عن ايه ثلاث انواع من الخلايا طبقة اكتوديرم فوق طبقة ميزوديرم في النص طبقة اندوديرم تحت صحي كده مش ده اللي انت مفهود عارفوا من معلواتك حتى يا سيدي بتاع السنوية عامة او انا النهاردة هبدأ لك من اللحظة دي وابدأ اقول لك بقى ازاي القلبة يتكون وازاي الحجرات بتاعة القلبة يتكون من اول يوم لحد ان شاء الله ما الطفل هيطلع بإذن الله سليم ونتكلم برضو عن الحالات او الانوماليز اللي ممكن تحصل عندي اثناء development of the heart شرط واحد بس عايزك تتفق معك عليه ركز معايا وظلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل بس مبدأ معاك اتكلم عن الهارد انا عايز زي ما تفانى ابدأ لك كده من الاول خاص انت عارف لو انت بسط في الصورة اللي قدامك دي الصورة اللي قدامك دي عبارة عن ايه صورة الامبريولوجي لو انت فاكر وقلت لك ان الطفل الصغير ده مع الاسبوع التاني كده بيبدأ يتكون عندي بايدسك شابد بايدسك يعني ايه بايدسك ده اللي هو عبارة عن طبقة فوق من الاكتوديرم وطبقة تحتها من الايندوديرم اللي هو الايبيبلاست والهايبوبلاست ولو انت فاكر وانا ببص عليها من فوق كان بيبقى عندي حاجة هنا بص باللي انا برسمه ده دي عبارة عن اوروفارينجي الممبرين فوق وكان عندي هنا بيبقى عندي البريماتف نود وبعد كده يطلع منها بريماتف استريك وبعد كده عندي يطلع منها حاجة اسمها نوتو كورد كلام كله في البيزيكس بتاعة الاناتومي لو انت حتى بيش فاكره بيش مهمة بالنسبة لي الشاهد بس اللي عايزة وصله انا لو كنت اخدت كاتسكشن بالمنظر ده شايف انت انا ماشي صبعي ازاي كاتسكشن قطعته هنا وبصت فيها دي الصورة اللي كانت بتظهر لي فكرني كده بالصورة دي الصورة دي كانت عبارة عن طبقة الزرق اللي فوق عبارة عن طبقة الاكتوديرم يبقى الطبقة اللي فوق دي عبارة اكتوديرم والطبقة الخضراء اللي تحت دي كانت الاندوديرم وكان بيتكون مكانهم او في النص السوري بتاعهم حاجة بسميها نوتو كورد اللي هو الاسود اللي في النص ده وهذا النوتو كورد بقى يبدأ يحصل الاخرية حواليه وتديني طبقة الميزوديرم يبقى تاني اكتوديرم اندوديرم وفي النص عندي الميزوديرم حتى الميزوديرم ده ما كانش بيبقى نوع واحد كان بيقسموا اللي اتهت أجزاء. بص كده معي. اهو في الصورة دي. هتلاقي عندي ايه؟ كنت بقسمه لجزء داخلي كان اسمه بارا اجزي الميزو ديرم. اللي هو الجزء الجنب اللي نوتو كورد على طول بسميه بارا اجزي الميزو ديرم. وجزء اللي في النص ده بسميه انترميدياتي دميزو ديرم. واللي على الأطراف كان بيطلع على الطرف كده وبعدين يتقسم جزء يمين وجزء جزء فوق وجزء تحت. جزء جهة الاكتو ديرم وجزء جاحة الاندو ديرم اللي تحت ده. جزء اللي فوق كان اسمه ايه؟ سوماتيك. شايف انا صبعي فينا ناحية اليمين؟ اهي سوماتيك. ده جزء اللي فوق. والأحمر اللي تحت ده كان اسمه سبلينكنيك ميزو ديرم. يبقى تاني. انا كان عندي هنا بارا اجزي الميزو ديرم. بعدها انترميدياتي الميزو ديرم. وبعدها اللاترا الميزو ديرم اللي بيتقسم عندي لجزء فوق سوماتيك وجزء تحت سبلينك نيك لحد هنا ما يهمنيش انك تبقى فاكر الكلام ده كله او حافظه او عارفه يعني انا بفكرك بس من باب ان انا بربط لك معروماتك العامة بموضوع بتاع المحاضر النهاردة طيب اللي بيحصل في اللحظة دي ايه قالك اللي بيحصل في اللحظة دي وركز معايا الطبقة الخضراء اللي تحت دي اللي كان اسمها الاندوديرم هتبدأ تطلع لي بعض الجروس فاكتور تاني هتطلع لي ايه هتطلع لي جروس فاكتورز هذي الجروس فاكتورز هتروح تعمل هتحفز الديفرانشيشن بتاعة الميزوديرم اللي فوقها اللي هي الطبقة الحمراء اللي كان اسمها سبلينك نيك ميزوديرم فيطلع عندي الشكل اللي انت شايفه تحت ده ايه اللي حصل نفس الكلام طبقة زرق اللي فوق اكتوديرم وده الحمراء الميزوديرم والخضراء اللي هي الاندوديرم بس اللي حصل ان السبلينك نيك ميزوديرم بتاعي بدأ يحصلها ديفرانشيشن ناحية الشمال تكون هارتتيوب تكون عندي أنبوبة هذه الأنبوبة بعد كده إن شاء الله اليمين مع الشمال هيندمجوا مع بعضه زي ما هشترح للترم شويه يبقى في طبقة الميزو ديرم هنا في الاسسينไينكريك هنتكون عندي هارتتيوب يمين و هارتتيوب شمال وتكون عندي شمال هذا الكوفيتي برضه بسميه بيريكار điام كوفيتي يعني فراغ بيريكارديام يعني حوالين القلب يعني هذا الفراغ اللي القلب بعد كده هيدخل ده ỹ ما هنشوف بعد شويه تاني يبقى تكون عندي 2 heart tube واحد يمين واحد شمال وتكون عندي 2 pericardium cavity واحد يمين واحد شمال بعد كده كانت بقولك بيحصل للبيب الصغير اللي مولود ده عملية بنسميها الفولدينج يعني كلمة فولدينج يا شباب فولدينج اللي هو يبدأ بقى يضم على بعضه كان بيحصل عندي 2 type of folding lateral folding اللي هو ناحية الايمين دي هتضم على ناحية الشمال ويبدأ ويقفلوا على بعض تخيل كده معايا وقلت لك الناحية دي ضمت على ناحية دي وقفلوا على بعض كده من تحت والله الطبق الزرق دي هتبدأ لفها داير ميدور لفها حوالين الايه حوالين البيبي كله يبقى طبقة الاكتوديرم هتف tengo حوالينهم والطبقة الخضراء دي هتبقى في السنتر والطبقة الحمراء هتبقى في النص كده بص بص belum حسد بص بص بيني يبقى الطبقة الزرق اللي قدامنا دي تلف الداير ميدور اللي هي الاكتوديرم والطبقة الخضراء هي في النص ولحظ معايا بقى أنه لما حصل فيوشان ما بين اليمين والشمال وحصل الفولدينج حصل فيوشان هنا ما بين التو هارت تيوب عن ببتيني القلب اللي كانوا فوق لزقوا مع بعض وعملوا One Heart Tube كبيرة يبقى لزقوا وعملوا إيه One Heart Tube كبيرة في النصه وهذه الهارت تيوب موجودة فين بالزبط قالك موجودة جوا البريكارديم كافيتي الفراغ اللي التلك عليه هيبقى بعد كده هيلتسقوا برضه هما مع بعض كده ويضموا مع بعض ويعملوا فراغ كبير. يبقى تاني الهارت تيوب قاعدت دلوقتي جوه لبريكارديم كافيتي. انت دلوقتي بتقولي ان ده عبر عن تيوب صح? يعني امبوبة. وهذه الامبوبة دلوقتي موجودة في فراغ في كافيتي. يبقى لازم تبقى في حاجة مسكاها. صح ولا لا? ففي عندي حاجة من فوق هي تليجمانت قوي يعني في جزء كده بيمسكها من فوق تمام من ورا. بنسميه دورزل ميزو كارديم. دورزل ميزو كارديم. يبقى يا شباب اللي حصل بكل بساطة. ان في الاول خالص كان عندي طبقة اكتو ديرم ميزو ديرم اندو ديرم. ما حصلها دي فرانشيشن. يمين وشمال ديتني اتنين هارت تيوب. التو هارت تيوب. اثناء عملية الفولدينج راح ومسكو في بعض وعملوا لي وان هارت تيوب. ده غالبا بتحصل عند اليوم الواحد والعشرين. وهقول لك ليه? قلت لك المعلومة دي مهمة جدا. بس هقولها لك ان شاء الله كمان شوية وهكررها وخليك تكتبها وراي. انت دولات الحد دولاتي ما تكت داخلي في القلب ده اللي هيمثل الاندو كارديم اللي هو البطان الداخلي للقلب. الجزء الخارجي من الانبوبة اللي هو الزرقة ده هيعمل المصل بعد كده اللي هو طبقة المايو كارديم. وفيه طبقة كده في النص اسمها الكاردياك جيلي اللي بعد كده هتساهم في وجود الكنداكتينج سيستم وي تغيرها من خصائص القلب. طبعا زي ما تفقنا اللي برا ده عبارة عن البريكارديم وفي النص ده البريكارديم كافتي. يبقى ده بكل بساطة وبكل موضوعية احقل زي بدأ القلب. تمام؟ انا هبدأ لك ان شاء الله شرح من الانبوبة دي يعني هجيب لك دلوقتي ان شاء الله هرسم لك الانبوبة. واقول لك من اللحظة دي بقى ازاي هتتحول هذه الانبوبة الى القلب المعروف بالنسبة لنا. لو لسه تايه لو لسه نلخبط ما فيش مشكلة. بس عايز بس قبل ما اختم معاك الوزء ده. افكرك لو انا كنت اخدت مقطع عرضي. سوري مقطع طولي بالمنظر ده. اخدت مقطع كده قطعت بالمنظر ده بالطول. تمام؟ هيديني حاجة اسمها السجد بالمنظر اللي انت شا فيه ده. اهو الازرق اللي فيوالا اخته ديرم. الاخضر ميز والهينددوم عبارة عن الايه? النقطة اللي هنا دي. اوروفارينجيال ممبرين. وهنا المكان اللي هيبقى تكون في القلب بعد كده. بص بص اللي هيحصل عเอاية الفولدنج الليها تحصل دي. اللي هو لونجوتين المتحieß hu كلمة لونجوتين المتح diesem يعني ايه? هم ه觀眾 a rudiny! يعني الدير البتاعي اللي كنت بنسميه созاهم. الكودة ال end ده. الكودل ال end هيضم على ال citing it. أثناء عمية Liverpool استان اما هم بادم على بعض زي ما انت عارف. بص كده الي بيحصل اهو بادم على لبعض البتاع للقلب هيبدأ يدخل لجوه هيبدأ يدخل على منطقة السدر زي ما احنا عارفين. والرأس هي اللي هتبقى فوق زي ما احنا عارفين في البيبي او في الانسان الطبيعي. يبقى تاني هيحصل عملية الفولدينج والقلب عمال يدخل لجوه. تمام? وهو لحد ما يوصف في الشكل ده. يبقى احنا استفدنا ايه? لحد دلوقتي من اللحظة دي اتبقى ان الحمد لله دلوقتي اهو عشر دقايق بس بنفهم ازاي حصل عندي تكون للبيبي وازاي دخل عندي في الطباقة الداخلية بتاعتي. تعال بقى نفهم مع بعض الانبوبة دي او الانبوبة اللي بدأت كان عندي انبوبتين حصلهم في عشان يديني انبوبة هتدي حصلها دلوقتي دفرانشيشن. صلي على الحبيب وتعال نفهم مع بعض اللي هيحصل فيها. طيب يا شباب يعني لما جاي دلوقتي اكلمك في المحاضرة بقى والكلام المهم. لما جاي اقول لك بتاع الكارديوازكار سيستم اول موضوع في المحاضرة يقول لك ديفولوب منت للبريماتيف هارت. كلمة بريماتيف هارت يعني القلب الاولي. يعني انا عايز دلوقتي تشوفي شكل القلب الاولي قبل ما ديك الشكل النهائي للقلب. بص يا سيد صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. انا لسه ايلك من صور من شوية تخيل معايا كده لو انا ببص من فوق على الايبي بلاست تمام اللي هو كان طبقة الاكتوديرم اللي برا كان هنا عندي الاوروفارينجي الممبرين وكان عندي هنا الاوروفرار ملي بنودي بخصول من اوروفرار من الوروفار يعني واي كان عندي هنا المنطقة اللي هنا باسميها الكارديوجيني اchenز الخلايا الي هتكون لي بعد كده القلب. حتى لو انت فاكر قلت لو اخدت بالمنظر ده بصيت هنا في المنطقة دي و بصيت هنا في المنطقة دي هلاقي واحدة هارتيوب هنا وواحدة هنا. يبقى في اول سطر بيقول لك يقول لك ان الخلايا الموجودة في الـ هتقدت تكون لي واحدة يمين واحدة شمال زي ما احنا نشوف نفرق الصور. طيب يقول لك عشان البريمة في هارت يتكون فيه عندي خمس خطوات واركز معي الله يبارك لك. كام? خمس خطوات. الخطوة الاولى اللي تكون فيهم الايه? التو هارت تيوب دول. واحدة يمين وواحدة شمال. بعد كده اثناء الفولدينج في اليوم الواحد والعشرين والنقطة دي مهمة جدا الله يبارك لك. في اليوم الواحد والعشرين يبدأوا الاتنين دول يحصلون في ويدوني ايه? وان سنجل هارت تيوب. ده ابدأ اليوم الواحد والعشرين. يعني تقريبا نقول على نهاية الاسبوع التالت. عشان كده البيب الصغير وده سؤال في الامس كيو البيب الصغير بيبدأ عنده الهارت بيت عند اليوم الواحد والعشرين. قبل كده ما كانش عنده قلب ما كانش فيه ضربات دم. كان الدم هو معتمد على عملية السيمبل دفيوجن وانتشاره فيه كل التشوء. دلوقتي لا. هيصبح عنده دلوقتي قلبه. تمام? اصبح فيه فينس اند الدم هيدخل من هنا يا شباب. من الفينوس اند اللي تحت ده. ويطلع لفوق كده. ويطلع من هنا وفيه هنا طبعا وهتمشي فين? هتمشي فيه الجسم بتاع البيب اللي عملي يتكون ده. يبقى اصبح عندي ايه? ها? سنجل هارت تيوب. امتى? الاسبوع الواحد والعشرين. يجي لك بقس ويقول لك الهارت الهارت بيت بدأ امتى? عند الواحد والعشرين. انا ممكن اسمع الهارت ساوند او صوت ربط القلب من امتى? اول سيجنل بيقول لك لو استخدمت فاجينا الالترا ساوند ممكن اسمعها عند الايه? عند الاسبوع التالت. حتى لو هي ضعيفة وبتبقى قوية على الاسبوع الخامس. يبقى تاني كده دي الخطوة الاولى. بعد كده الخطوة التانية لما حصل في يوجيا مع بعض. بعد كده عندي الخطوة التالتة ان يحصل لهذه الانبوبة. الانبوبة دي تتكون لي خمسة سيجمنت. بعض المراجع يقول لك ستة سيجمنت بس خلينا بالمنهج بتاعنا. يبقى انا عندي ايه? خمسة سيجمنت هيتكونه. ركز الله يبارك لك. انا هبدأ لك من فوق لتحت. هبدأ لك من الكرينيال اند للكودة الاند. منطقة الراس لحد منطقة الركح. طيب. انتفقت معاك ان دا جوز الارتريز. ودا جوز الفين. يبقى منطقي جدا ان ما تجي تسمي هنا هتقول لي ايه? ده عبارة عن حاجة ساها. ها? ترانكس ترانكس ارتريوزز. انا مش هحفظك حاجة دلوقتي. انا كوردس. تحتها على طول هيبقى عندي حاجة اسمها بريماتيف فينتركل. بريماتيف فينتركل. في بحتها هيبقى عندي حاجة اسمها بريماتيف آتريام. بريماتيف آتريام. واخر حاجة هيبقى عندي حاجة اسمها ساينس. ساينس في نوزز. انس في نوز. انا عندي هنا خمسة سيجمنت تتكونه مع بعض عندي في الخطوى الاقام لخطوة التالتة. هافصل لك دلوقتي كل واحدة ت مسامت كده ليه? وهتتحول بعد كده في القدام لايه بالزبط. بس تعالا هتاخد شكل حرف اليو. بص كده معي. اهو حرف اليو كده. اهو بص معي اللي حصل. اللي حصل عملية شوية بدأ يتكون عندي ايه? حرف اليو بالمنظرة اللي انت شايفه ده. بعد كده بعد كده بعد كده بريماتف اتريام طلعت فوق. وفي نهايتها اللي هو الايه? اللي هو الساينوس آآ فانوزز. تمام كده? طيب ده حرف اليو. بعد كده حرف اليو ده هيبدأ يتحول للايه? للشكل بتاع الاس شابت. قبل بس ما شروح لك الخطوة الخامسة اللي هو المحلة الخامسة تعال نركز في ديه. مبدئيا كده يا شباب. هو انا بقول لك دلوقتي تخيل كده كل واحدة من دول هيتحول للايه? اول حاجة تعال اندأ بالساينوس فانوزز ديت. الساينوس فانوزز ديت مدخل الفينز. صح? مش دي عبارة عن فينز. بقول لك ان الده الدم بيدخل من تحت ويطلع لفوق. يبقى ده مدخل الفينز. يبقى في القلب الطبيعي. المفروض اصلا القلب بتاعك فين مصدر الفين? منين مصدر الدم? سوبريور وينفيريو فينكاذا. صح ولا? فاكيد دول بعد كده هيدوني الايه? السوبريور وينفيريو فينكاذا. تمام? اللي هو جزء بتاع الساينوس فانوزز اللي طالع منه دلوقتي ستة فين. تمام? داخل عليه ستة فين. هنشوف بعد كده دلوقتي ما صيره هيبقى ايه? طيب. المفروض ان الفينز ديت بتصب فين? في الاتريم. يبقى الحجرة اللي بعدها على طول بريماتف اتريم. يبقى دي ايه الشكل اتريم المبدئي. بعد كده اتريم مفروض بينزل الدم ابتهاهو في يبقى بعد كده المفروض بيصب فين? يبقى مضاخخ فيقوم صابب في الاورطة والبلمونية ترانك. فهنشوف دلوقتي من البرماتف فينتريكل بيديني حاجة الاول اسمها بلباس كوردس وهقولك دلوقتي اسمها بلباس يعني عاملة زي بلب بلونة كده تمام? فهي اماكن منتفخة في القلبة هاوصفها لك ان شاء الله بعد شوي. وبعد كده الباباس كوردس دي تقوم ووصلالي على ايه? من اسمها كده يبقى دي هتبقى فيها اللي بتكون لي بعد كده واللي هي اصلا بلبونية الارتري وكمان الاورطة اللي هي اصلا يبقى ده الشكل التالت المحلة التالتة في عملية الايه? تكوين البريماتف هارت. بعد كده يقوم ايه? شكل حرف الواي ده تحول لحرف الاس. طبعا انا عرفتش اسمه لك بالمنظر اللي هو حرف الاس لاني لازم تتخيل معي صورة سلسية ابعاد. ولكن بص كده لا يحصل بكل بساطة. الجزء ده هيبدأ يتحرك بالاتجاه اللي انا برسمه لك ده. هيبدأ يتحرك باتجاه قدام والشمال اللي هو الفنتريك البتاعي هيجي كده. تمام? يبقى باتجاه السهم اللي انت شايفه كده هيقوم من جايب المنظر ده. والاتريم هيطلع لفوق وناحية اليمين. يبقى دي الحركة اللي هتحصل دلوقتي عشان يبدأ القلب ياخد وضعيته. امتى? في المرحلة الاخيرة. فاركز معي. احنا اتفقنا اصلا ان الفنتريك الفعلا بيبقى اتجاهه فين؟ بيبقى اتجاهه لنحية الشمال والتحت والقدام. فده بالزلط اللي هيحصل. والاتريم هيرجع لورا ويروح نحية اليمين والورا يبقى هنا اللي هو الاتريم بتاعي. ولاحظ ان هو طالع لفوق برضو. فهيديني شكل المبدئي ممكن اتخيله لو من الجنب. اتخيل انه كده ببص من الجنب. هو ده الشكل الخامس بقى اللي بسميه اللي ستيج خمسة. اللي هيتكون فيه حاجة بنسميها اس شابد. بص كده ده حرف الاسة اهو. هرسمه لك ازاي بص بص. ده كأنه حرف الاسة ولا باش حرف اسة يا جماعة. حرف الاسة اهو. طب تخيل معاها اللي حصل. قال لك اللي حصل بكل بساطة. اهو. طبعا انه بصص من الجنب. ده من قدام وده من وراء. اللي حصل بكل بساطة ان ارتريوز ازاي. بعد كده وبعد كده والاتنين دول اللي علمك بيتشاركوا بعد كده في تكوين عشان كده الاتنين جنب بعضه في مكان ده شفت ازاي ان بخيل لك بالقلب اهو. وده الاتريم بتاعي بدلا ما بعد ما رجع لوراه والفوق. وطالع من الاتريم بتاعي مين السبريون فريوفيناكافل. الاماكن اللي هتطلع منها السبريون فريوفيناكافل اللي هو الساينس فانوزيز. يبقى تاني يا شباب اللي حصل بكل بساطة في الخمسة بتاع تكوين بريماتف هارت. اولا تو هارت تيوب. حصل لهم في يوجم مع بعض. بدأت اسمع من عند اليوم الواحد العشرين الهارت بيت من هنا. تكون بعد كده خمسة في المحالة التالتة. تمام? بريماتف فنتريكل بريماتف اتريم انت ساينس فانوزيز. هشرح لك ان شاء الله دلوقتي كل اوضة من ديت بتتحول ازاي للحاجة المقابلة لها ان شاء الله في القلب الاساسي. خطوة الرابعة بعدي اللي هو بدأ يحصل عندي ايه? حصل اللي يبدأ تكون تمام? والمنظر اللي انت شايفه ده. تمام? وبدأ القلب ياخد وضعية الطبيعية. بعد كده وصل لو بسطت من الجنب هلاحز فعلا ان هو فعلا دي وضعية القلب. لو انت فاكر الاورتة هاي تبص من فوق كده الاورتة الجزء الفؤاني ده الاول الاورتة والبلماني الترانك اللي هو الحتة اللي فوق دي. مش عارف انت اعتقد كده تبقى واضحة بالنسبالك. بتبقى دايما نيمة على مين? نيمة على الاتريم اللي وراها. فعلا ما هو دلها يحصل لان زي دي قدام وده وراء. ده قدام وده وراء. فاصبح عندي هنا الترانكس ارترياس وده عندي هنا اللي هو البريماتف آآ سوري في المحاضرة ايه الانوماليز اثناء عملية الديفولوب للهارت بيت? اي حاجة هشرح لك اي حاجة هشرح لك هديك الانوماليز او الحالات اللي ايه اللي بتحصل في المراحل دي. اول حالة عندي اسمها ديكسترو كارديا. يقول لك في الكيز طفل انا جالك طفل جت شوف القلب بتاعه لقيته رايح ناحية اليمين. بدلا ما هو المفروض يبقى ناحية الشمال رايح ناحية ايه اليمين بسميه ديكسترو كارديا. يبقى الهارت والجريد فيزل بتاعتي موجودة في مكان مقابل لها بدلا ما تبقى ناحية الشمال اصبحت ناحية اليمين فبسميها ميرور الامج صورتين متناظرين اهو. بدلا ما يكون ناحية الشمال اصبح القلب ناحية اليمين تمام? واتجاوه كله معكوس. فتتوقع كده ان السبب ده حصل امتى? يعني اثناء اي مرحلة بالزبط واحنا بشروح لك دلوقتي. قلت لك ان المفروض في المرحلة بتاعة الواي شاب ديك البيجي ناحية الشمال والاتريم يطلع ناحية اليمين بالمنظر ده. تمام? لو حصل خلل اثناء الحركة ديه في الحالة ديه تليه الفنتريك اللي يفضل لناحية اليمين والاتريم يفضل ناحية الشمال. والحالة دي تيحصل عندي حال بنسميها ديكسترو كارديا. غالبا غالبا الطفل ممكن يتولد وممكن يعيش ما فيش مشكلة والحالة دي تبقى عنده اسمها ديكسترو كارديا الون. اللي هو بس عنده القلب بتاعه معكوس وخلاص على كده. واحيانا بتبقى associated with the reversal all الابدو من الارجن. يعني ايه كلمة دي? يعني بنقول ان في الحالة دي المعدة بعد لما هي الشمال هتبقى ناحية اليمين. الكبد بدل ما هو ناحية شمال هيبقى ناحية اليمين. الطحال بدل ما هو كان شمال الطحال بدل ما هو شمال هيبقى يمين. كل حاجة عكست فين في الابدو من بتاعته. وفي جسمه وفي التكوين بعد كده. بسبب ان القلب معكوس. يبقى ممكن تبقى لون الحالة دي او ممكن يبقى ايه جسمه كله معكوس اللي أبدو من كله عنده معكوس. فاسمي الحالة دي إيه؟ سيتس انفيرسس توتاليز. سيتس جاي من سايد يعني مكان. انفيرسس يعني معكوس. توتاليز يعني توتل. تقريبا كل الجسم عنده حصل له انفيرس في السايد أو تقلب عندي في السايد بتاعه. اليمين بقى شمال والشمال بقى يمين. تفقنا يا شباب دي أول حالة اللي هي دي بيستو الكارديا. تاني حالة اسمها اكتوبيا كارديا. اكتوبيا كارديا دي تمنع معناها ايه؟ اكتوبيا يعني في غير مكانه الطبيعي. اكتوبك خارج مكانه اكتوبك تمام؟ كارديا يعني قلب. يبقى هنا القلب نمى في مكان غير مكانه. هو القلب هنا نمى بطريقة عادية. يعني خمس خطوات اللي شرحتهم لك لحد الخطوة الأخيرة. كله طبيعي جدا والقلب في مكانه وكل حاجة. المشكلة عندي صهرت بأن القلب موجود على الوش. المفروض ان القلب ده مغطي ايه؟ عظمة الليسترنام واللي قفز الصدري صح؟ تخيل معي كده لو العظمة دي ما تكونتش والقفز الصدري ما تكونش. يحصل عندي المرض اللي بنسميه اكتوبيا كارديا. يبقى اكسبوز تو the outside of the thorax. through the defect of the sternum. في مشكلة في الاسترنام ما تكونتش أصبح القلب ايه؟ أصبح القلب على برة. outside ايه؟ الصوركس كده. غالبا بيبقى المشكلة في الميزوديرم انه هو ايه؟ المفروض المنطقة بتاعت الانتيريور شست وول. اللي هي المنطقة القدامانية في الشست وول يعني. تتكون أثناء بسبوع برضو التالت في نفس اللحظة ديت. لو ما تكونتش في الحالة دي تيحصل عندي الحالة اللي بنسميها اكتوبيا كارديا. القلب عندي بارز لبرة. تفقني يا شباب؟ طيب. يبقى نوس كده مهمة برضو لازم تاخد بالك منها. في third week. لاحظ معايا. لأن دي أسئلة MSQ بيتيجي دايما في الامتحان. في third week. الكارديووسكار سيستم والسنترال نيرفا سيستم. اللي اتنين بيبدأوا يتكونوا تمام؟ يعني بيقول لك السنترال نيرفا سيستم عند اليوم السلتاشر. الكارديووسكار سيستم عند اليوم التمنتاشر لما بدأ يتكون عند الإيه؟ السنجل هارت radiوب. طيب. الفرز تيارت بيت. قلت لك إمتا بيحصل في وزن من بين التوع تيب؟ ها؟ عند يوم الواحد والعشرين. يبقى لسبوع التالت. يبقى في الحالة دي الفرز تيتكت ممكن عمل لها ديتكت إمتا؟ عند اليوم؟ أو بحس بها إمتا عند الإيه؟ عند الإيه؟ او بداية الرابع عند اليوم الواحد والعشرين. طيب لما اجي اقول لك لما اجي اقول لك للهارت ساوند الصوت بتاع القلب باسمعه امتى في بعض الاجهزة تقول لك بعد ثلاثة ايام بس احنا بناخد اللي هو اللي هو الصوت اللي تسمع فعلا بيبقى تقريبا عند الاسبوع السادس خامس او السادس تمام بداية السادس يبقى الخامس او السادس ابدأ اسمع بالجهاز بتاع الالكترا ساوند الصوت درابط للطفل الصغير. يبقى احنا كده شرحنا مع بعض اول موضوع معنا وازاي حصل عندي بريم منين؟ من الصينس فانوزم صح؟ صينس فانوزم وبعد كده يدخل على الاتريام ومنها على ثم هكذا تعال نمسك اللي ايه صينس فانوزم سريعا كده ونشوف اللي يهمنا فيها. الجزء ده الدكتور نوعا ما شرحوا يعني في المحاضرة باستفادة شوية عن اللي عندك في الورق. انا بش هحاول ازود انا ههمل ايه حل وسط كده. هديك الكلام المهم اللي ممكن تبقى لازم تبقى فاهمه في اساسيات القلب. تفقنا؟ طيب. اولا زي ما انت شايف ده الصينس فانوزم اه اهي فوق مين؟ فوق البرمات في اتريام زي ما احنا عارفين. طيب اللي عندي هنا؟ قال لك عندي المفروض مفروض فيني ناحية اليمين والشمال. احنا تفعنا المكان معكس في القلب. القلب معكس وانت بتوصفه. فده هيبقى بالنسبة لناحية ايه؟ ها؟ ده هيبقى ناحية الرايت وده هيبقى ناحية الليفت. يبقى ده ناحية الرايت وده ناحية الليفت. طيب اللي بيحصل عندي؟ تعال نقسم كده اولا الاوضة دي الحجرة دي يقولك انت ممكن تقسمها لايه؟ اول حاجة الجز الجزء ده بسميه ايه؟ الجزء ده بسميه هورن هورن بادي. يعني انا عندي هنا هورن جزء الهورن ده تمام بسميه الرايت هورن. وقال لك المنطقة دي بسميها البادي. ده هي المنطقة دي تقريبا بسميها لايه؟ بسميها البادي. و الجزء الفقاني ده اللي هو اللي فاتح على القتريم خلاص كده يا شباب يبقى أنا عندي ده اللي فاتح على القتريم لفوق يبقى ثاني كده أنا عندي كم جزء عندي ممكن أقسمه ثلاث أجزاء هنشوف دلوقتي إيه والفات بتاع كل جزء من دول باللي يفيدنا مبدئيا كده يا شباب بيقولك إيه بيقولك إن الرايت هورن دي طالع منها أو الرايت والليفت هورن طالع منهم ثلاثة فين أو داخل بمعنى تاني عليهم تلاتة فين لأن الدم يداخل كده. طيب. داخل عليهم تلاتة فين. حاجة هنا اسمها لو جينا بص بص معي هنا. حاجة هنا اسمها. المع�ن كوردينال فين كومن كوردينال فين. ذا طبعا الفت. وعندي هنا برضو رايت كومون كوردينال فين طيب. وهنا القلق اللي بعده دا اسمه امركال فين. اسمه ايه. بلاخر واحد اللي جوه دا اسمه. فين يبقى. بس نلغبطش الامبليكال بالبتاع خلينا نكتبه كده اهو يبقى تاني يا شباب انا عندي ثلاثة فينز يمين وتلاثة فين شمال عندي كومون كوردنال فين عندي امبليكال فين عندي فراتاين فين نفس الكلام هنا كوردنال فين امبليكال فين فراتاين فين طيب اللي بيحصل بقى فيهم المفروض ان هم دول فينز يعني مفروض بيتجمعوا الدم من اين من الجسم ويوصلوه البيب الصغير اسناء تكونوا بكل بساطة اللي عايز اوارهولك بس ان ده اسمه كومون كومون يعني ايه يعني المفروض فيه داخل عليه فرعين بيبقى داخل وفرع جاي من البوستيريور في داببي او الجنين يعني امبريو بتاعي نفس الكلام هنا لو الكومون كوردنال فين برضو داخل عليه انتيريور كوردنال فين وداخل عليه النورة بوستيريور كوردنال فين لحد هنا تمام طيب خلينا نخلص منهم كده مع بعض بيقولك ان بيتكون ما بينهم كده بسميه وبليج انستموزينج وبص عليه أنا لسنته إزاي من هنا ويتحرط من الناحية دي إتكون هنا يعني كلمة أنستيموزينج يعني وريد أو هنا هيبقى وريد تمام واصل ما بين الأنتريور وواصل ما بين الأنتريور عبارة عن واصلة كده واصل ما بين ما بين الاثنين هذا الفين اللي واصل ما بين الاثنين بعد كده يا جماعة صاحبنا ده هيتكسر شايف شايف أنا بعمل إيه دلوقتي شايف أنا بعمل إيه أو الـ left-cordinal anterior-cordinal-vin ده بيتكسر. وبيفضل عندي إيه؟ بيفضل عندي هنا وريد طالع كده كبير وريد طالع كده كبير يا جماعة بالمنظر اللي انت شايفه ده. وريد كبير طالع كده حصله بعد كده انقسام. انقسام يمين وانقسام شمال. فيقولك بقى إيه؟ يقولك الوريد الكبير ده هنسميه إيه؟ ده هيبقى بعدما شخص يكبر هيبقى ده السوبيريور فيناكابا. هو ده الوريد الكبير اللي جاي لك من فوق من الجسم من الـ anterior من فوق من الجسم. تمام؟ وداخ دخل على القلب عشان يغزي. دخل على الفنترق البعضين. على سوريا. على الأتريام. يبقى ده السوبريور فيناكافا. السوبريور فيناكافا لو انت فاكر في الأناتومي بيبقى لي فارعين حاجة اسمها بروكيو سيفالك فين. فاكرين بروكيوسفاليك فين واحد رايت واحد ليفت يبقى هنا هيبقى ده اسمه بروكيوسفاليك فين بروكيوسفاليك فين هنا وده اسمه برضو بروكيوسفاليك فين واحد رايت واحد ليفت تاني تاني عشان بس نكون خلصنا الكلام مع بعض ده اسمه انتيريور الانتيريور هورن او الانتيريور كوردنال فين هيتحول بعد كده هيديني انستموزنج او هيعمل انستموزنج مع الانتيريور ليفت بعد كده يحصل دي جنريشن لصاحبنا اللي هو الليفت هورني ده خالص بالمناسبة حتى الكومون ده كمان يحصله دي جنريشن ويتكسر ويختفي كل ده رأيك بقى كل ده حصله دي جنريشن واختفى فخلصناه من واحد فين وما للناحية التانية؟ النحية التانية بقى الداني الفرع القداماني اللي الداني اللي ايه؟ السوبرير فينا كافا ده السوبرير فينا كافا التحتاني ده بيقول لك بعض المراجع تقول لك انه هيدخل بعد كده في جزء منه في الانفيريور فيناكافا او جزء وبوناس بيقول لك هيحصله دي جنريشا فانا هشيله خالص يبقى ده الكمون كوردينال فين ناحية الرايت اداني السيبرير فيناكافا لحد هنا تمام يا شباب طيب تعالي نشوف الاتنين البقين عندي حاجة اسمها امبليكال والامبليكال ده احنا عارفين الامبليكال فين ده داخل بعد كده في الامبليكال كورد عشان يغزز البيب الصغير بس لما كنا بنبص في الدايرة لو انت فاكر الدايرة بتاعت الامبليكال كورد كنت بقول لك ان فيها اتنين ارتري واحد فين كبير فاكر انت المنظر ده طب انا عندي هنا تو فين واحد ليفت واحد رايت مين فيهم بقى اللي هيكون موجود جوه ومين فيهم التاني هيكسر قال لك والله الليفت ده هو اللي هيفضل موجود يبقى الليفت ده هيفضل موجود وهو ده اللي هيروح على الامبليكال كورد ويغزي البيب الصغير بتاعي لكن الرايت امبليكال فين هيكسر تماما ويحصله دي جينريشا تاني يبقى الامبليكال ك بتاعي هو اللي عاش هو اللي راح هو اللي كمل هو اللي هيفضل يكمل مع البيبي ده هو طول فترة الولاده بتاعته تمام ده الام Wirkan طيب لسالي ايه لسالي الورتين فين الفاراقين واحد. واحد 리فت ا Bereich الله الاتنين دول بقى مفروض ونما بينزل ومنزل الا التحت وتحت القلب في يجماعة في ليفر وفي معده وفي عبده بن صح اه هون منطقه دول هينزله يشاركو في في البورتال سريكوليشن او في الدورة الدمويه بتاعت الإيه في دور دماء بتاعت الليفر. والبداية بتاعي الده بقى هتعمل لي الإيه هتعمل لي الإنفريور فينا كافا. يبقى تلاحظ معايا إن ده عبارة عن السوبرئير فينا كافا وده الإنفريور فينا كافا. تمام؟ وصاحبنا ده بقى هيحصلوا دي جينليش. اللي هو ناحية الإيه ناحية الشمال. خلصت المنظر اللي حصل معك ايه? خلصت المنظر اللي حصل معنا ده ايه? لو حاك تكتبه وراي يعني. الانتيريور و هنا عندي طبعا منحية ال-right لازم تكتب لي وال-right و آخر حاجة هو ده اللي هيمشي بعد كده فيه صورة هتشوفها دلوقتي معاك هرفعالله كان هتبص عليها دلوقتي هو جايب لك هنا في الصورة بقى خدصت الكلام اللي أنا عايزت أصلا تعرفه أنت في الامتحام بتاعك يعني ده برضو الفهمك أنت فاكر البضي بتاعي ده قال لك البضي ده هيبقى جزء أساسي من أو قبل أن نشوف الصورة حتى عايزك تبص كده معايا على ال-right horn شايف أنت الجزء بتاع ال-right horn اللي هنا ده قال لك ده هيكبر في الشكل هيبدأ يكبر في الحجم بتاعه يكبر في الحجم بتاعه وملاحظ معايا أن ال-right horn ده داخل عليه سوبرير في ناكافا والإنفيرير في ناكافا يبقى لازم ال-right horn ده هيبقى جزء من إيه؟ جزء من الأتريم فغالبا ال-right horn ده بيبقى بالمنظر ده يبقى جزء ده كله تمام؟ هو ده ال-right horn بتاعي وبعد كده هيبقى واصل مع ال-اتريم في جدار ال-اتريم بتاعي بعدين إن شاء الله لما أجل أكلمك تمام؟ يبقى يبدأ يكبر في الحجم بتاعه هذا الجزء اللي هو ال-right horn هيكبر في الحجم بتاعه وهيمثل smooth part posterior smooth part of the right atrium وإحنا عارفين أن السوبرير في ناكافا دول داخلين على مين؟ على ال-right atrium يبقى ال-right horn هو ده بقى ال-كلام للسؤال في الانتحان ال-right horn بتاعتي ديت وجزء بتاعها هتمثل إيه؟ هتمثل posterior smooth part of the right atrium البادي ده هيصغر في الحجم بتاعي ويديني حاجة اسمها coronary sinus coronary sinus لو أنت فاكر كان في تبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن شريط وليدي كده ماشي بره حوالين القلب لافف حوالين القلب كده اسم coronary sinus هتبص على الصورة هتلاقيه باللون الأزرق الغامي هو ده ال-coronary sinus يبقى ده بالنسبة ليه البادي الليفت هورني ده هيصغر قوي لدركة أنه هيبقى عبارة عن شرياء وريد صغير خالص على وش القلب بدون ذكر أسماء تاني ال-right horn ده هيكبر قوي في الشكل بتاعه تمام؟ هو فعلا زي ما اتفقنا ماسك في السوبروفنا كافر فيبقى جزء من ال-right atrium والبادي ده هيبقى طالع منه على أساس أنه هيبقى حاجة صغيرة كده على أنه ال-coronary sinus على ظهر القلب من بره زي ما احنا عارفين ده بالنسبة لأول قوضة معنا اللي هي مين اللي هيقوله إن شاء الله حتى سهل بيش هنطول فيه كمان في بعض الأنومالز اللي بتظهر واللي الدكتور برضو ذكرها أثناء الشرح أنا مش عايزة تكونش بيها بغض النظر ده مش عندك في الورق يعني وانت دمانك مزنوق دلوقتي بس من باب برضو أداء الأمان العلمية يعني أنا حابب أوريها لك يعني هتلاقي في صورة رفعها لك أصلا الصورة ديت عبارة عن إيه ده عبارة عن لقلب طالع منه اثنين سوبريول shaken الصورة لعيدك اليمين قلب مطالع منه اثنين سوبريول shaken Mun consistently واحد رايت واحد لي linearly ده حصل إزاي ده قالك فاكرって الوريد اللي كان هنا ده اسمه ايه كوردن الفين صح؟ هنا المفروض كان فيه كوردن الفين والمر rude أنه كان طالعEMA لفوق كده تخيل معي لو الكوردن الفين ده ما تكسرس ما تكونش الأنسلوسينج ده تخيل كده الأنسلوسينج ده ما تكونش فاصبح عندي ده ما تكسرش. فضل موجود. فاصبح عندي اتنين سوبرير في نكافة. واحد رايت الاساسي واحد ليفت. يبقى اصبح عندي اتنين ودي حاجة ابنورمل. والطفل يتورد عندي باتنين سوبرير في نكافة. دي او الحاجة. يبقى ده اول حالة بقول عليها ابنورماليتز في التكوين بتاعي. تعالانا نكمل مع بعض. التاني حلقة يقول لك ايه? التاني حلقة او بتاني الصورة جنبها يقول لك ايه بقى? يقول لك المفروض ان الأبليك سينس وهيبقى ده في الطفل الصغير فتظهر للصورة اللي عندك الهيه اللي هي عندك عائدك في الشمال دي الصورة ديت جايب لك فيها ايه؟ جايب لك صورة هو بس المرادي تطلع منين؟ ده طالع من طالع لي من اللي هي اصلا كانت جنب البضي اللي هو فتخيل معايا كده ان السائل Huw وطلع لمين وطلع الفوق. فده حاجة غير طبيعية کے للمفروض ان كان يطلع الناحية بتاعة الرايت طالع المرادي نحية اللي هو تقول من باب بس انك تبقى عارف يعني عشان لو جالك سؤال يقول لك سؤال يقول لك 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 او بمعنى بتاعتي تعرف مسلا ان ده جاي من ان جاي من البضي او يديك سؤال يقول لك و اديني ثلاثة او يعني بيحصلوا عندي هتقول لي والله الاولاني ان مايتكونش عندي وبالتالي دي يبقى عندي اتنين في نكافة واحد يمن واحد شمال او تقول لي ان والله الشمال هو لداني فبالتالي تكون عندي اصاب كيفا وبالتالي هو اللي هيفضل عايش لفترة ولا والتانية هيتكسر طيب صلي على الحبيب وتعالى ناخد تاني قوضة معانا او تاني معانا في المحاضرة بص كده في الصورة دي انا كده خلصت ايه خلصت دي الجزء الرايت اللي فيها ده جزء الرايت اهو هيدخل فين هيدخل في تكوين الاتريم بعد كده ان شاء الله تمام وجزء ده اصبح في ايه اصبح في ماليش بص اهو ده اللي هيبقى في ايه جزء من الرايت اتريم اللي اسموه سبارت اللي طلع منه الايه السوبريور فينا كافا والانفريور فينا كافا تمام كده وطبعا طبعا السوبريور ده هيبقى طلع لفوق لنه طلع للقلب من فوق وده الانفريور نازل من الجسم التحت وده طبعا حصلوا دي جينيريشن ودول حصلوهم دي جينيريشن ده بالنسبة لأول اوضة معايا صحي كده طيب تعال نكمل مع بعض تاني اوضة هو انا مش هدخل لك بصراحة على تاني اوضة انا هدخل على اللي ما بينهم انا عندي وعندي فيما بينهم ايه فيما بينهم حاجة بنسميها الاول يبا يحصل عندي لأتريو كنال مش هطول فيها انا عايزك تتخيل معايا مين اللي فوق من اللي تحت لأتريم فوق لانه بدأ يطلع لفوق والفنتريكل نزل لتحت يبقى لأتريم فوق والفنتريكل اهو تحت والاتنين واصلين ببعض تمام هي دي الصورة وما دول جنب بعض مبدائيا او يعني فوق بعض بس المفروض زي ما اتفقنا ايه بيتحولوا لأتريم هيبقى فوق اهو اهو بص كده فوق والفنتريكل تحت عشان كده لما اجي رسمهم او ارسمهم بمانظر ده بص كده اهو اهو ده عبارة عن وده عبارة عن الشكل ده طباع كده عن القلب سدق ان لو قفلته كده قفلته كده وده عملته كده وده عملته كده هيديني فعلا من القلب الشكل بتاع القلب وبعدين اقسم حجرات كده وحجرات كده اه يبقى تعالى بقى نبدأ نرسم مع بعض الشكل ده انا دلوقتي هبدأ مع بعض ارسم معاكل ايه الشكل ده هيتكون ازاي معايا صلي على الحبيب اللي صراته والسلام اول حاجة هشرح لك حاجة اسمها اتري وفنتوكلر كنال بالزبط موجودة فين بص كده على رسم العيدك الشمال دي هتبقى موجودة هنا بموازل الخط اللي انا برسمه ده شايف انت الخط اللي يضبطه ده كده ما بين الاتريا مو بين اللي هو بالزبط هنا هيبقى هنا في الحتة دي حتة دي هيتكون فيها ايه كنالز هنشوف يعني ايه كنالز لو انا ببص من فوق هتبقى الشكل دائري بالمنظر ده وبص من فوق الشكل هيبقى دائري اللي بيحصل اول حاجة بيقول لك في عندي خلايا اسمها نيورال كريست هتبدأ تترسبلي بص كده ده طبعا بستيريور وده انتيريور ده ها ده عبارة عن وده رايت. ما ده يا جماعة ليفت القاتريا ليفت فينتركل وده يبقى ده وفي الوشك ده انتيريور اهو. والورا ده البستيريور فانا اخدت من فوق وبص دلوقتي من فوق اهو. ده من ورا وده من قدام. يقول لك عندي خلايا نيورال اسمها خلايا اسمها نيورال كريستيسلس هتيجي تعملي ايه تعمل لي كوشن هنا كوشن عمل زي مخدة كده اللي هو تكتل كده التجمعات لخلايا هتبقى في المنظر ده. واحدة انتريور وواحدة بوستيريور. تي اول مرحلة. تمام? هذا الكوشن هيستمر في النمو. هيستمر في النمو. هيستمر في النمو. من فوقه من تاح. من قدام سريه من وراء. من قدامه من وراء. لحد ما يقوم واصل مع بعضه يعمل لي حاجة بنسميها الايه? اتريو او بنسميها سبطم. ما هو عمل لي سبطم فصلي ايه? فصلي فاتحة هنا وفتحة هنا. ده من قدام لورى. من قدام لورا كده بالمنظر ده. يعني لو انا باكلم في القلب فكأن السبتم بالزبط زي القلم بالزبط كده. السبتم يتكون عندي كده. فهتلاقي حتى اتكون هنا في المنظر ده كده. سبتم يتكون بالمنظر ده. السبتم ده عريض. السبتم ده عريض بالمنظر ده عريض. عشان كده هتلاقيين رسمه ايه؟ رسمه بالمنظر ده عريض. ليه؟ عشان يتكون لي هنا حاجة بنسميها ليفت اتريو فينتريكولر كنال. وهنا الرايت اتريو فينتريكولر كنال. تعالوا نبصها من هنا كده? اهي. ديت عبارة عن جزء في القلب. مش ده عبارة عن يا جماعة بعدين. وده عبارة عن صح? وده عبارة عن صح? وده عبارة عن يبعد نص الشمال وده نص اليمين. قالك هو هعمل لي هنا قناة. الجزء ده اصبح قناة. في هنا قناة اهيه. قناة شمال وقناة يمين? هو ده اللي منظره المشهور. السؤال بقى بيجي لك في ايه? السبتم ده الاول اسمه ايه? سبتم ده اسمه بص كده هو ما كانه فين في القلب? في نصف intermediate في القلب في نصف القلب فبسميه symptom intermediate تاني كده اسمه ايه symptom intermediate symptom intermediate ده اول حاجة طيب ايه هو الفيت ايه ما صير هذا السيبتم بعد كده ان شاء الله قدام لما القلب يحصل ده differentiation دلوقتي قالك الجزء الفقاني من السيبتم ده هيكسر وهيبقى جزء من القترية من اللي فوق جزء السيبتم اللي فوق ده هيبقى جزء من ايه ها الحتة اللي فوق ديت هتبقى جزء من الاتريام اللي فوق دول. حلو ده الجزء الفؤاني من السبتم. الجزء اللي في التحت هيبقى جزء من الفنتركل. اهو جزء اللي تحت ده يبقى جزء من الفنتركل. واللي في النص ده هيقولك الميدل بارت ده هيعمل لي بعد كده الفالفز اللي فصلة بين الاتريام والفنتركل اللي هم هنا عندي حاجة اسمها تراي كاسبت فالف وكان عندي حاجة اسمها ميترال فالف. يبقى هيشارك في تكوين تراي كاسبت فالف هنا. والمايتر الفاذ اللي هنا. يبقى خلصت الحوار اللي قلت لك دلوقتي تكوين اللي هو الكنال اللي حصل فيها والله بكل بساطة يتكون عندي في النص اسمه ايه? اسمه هذا السبتم اللي في النص بعد كده. بتاعه ايه سؤال في الامتحان? هيدخل في هيدخل في الاتريال. هيدخل في الميدل بارد هيكون لي السبتم اللي في النص. كلام سهل ازاي? خلصنا يا جماعة. شفت الكلام? ايه ممكن الانوماليز اللي تكون بقى في الحالة زي دي. خد بالك من دلوقتي لحد ما خلص معك الشرح. اي سبتم كلمك عنه اول انوماليز اني اقول لك ايه? السبتم ما تكونش خالص. تخيل معايا كده لو السبتم ما تكونش خالص. اهو همسح لك السبتم ده خالص. القلب استمر في النمو. هقول لك دلوقتي ان فيه سبتم بيتكون من فوق وفيه سبتم هيتكون من تحت. تمام? وبس كده. كم تخيل ايه اللي حصل? القلب فتح على بعضه. لا فيه فالفزة هتتكون هنا. والقلب فتح على بعضه الدم ممكن يدخل كده وممكن يدخل كده وممكن يدخل. الدم آآ خلطة بيطة بالسلسلة على الاخر. يبقى المشكلة هنا بسميها ايه? كومون اتريو فنتريكولر كنال. يعني ايه كومون? يعني مشترك. يعني اصبح الكنالز الليفت كنالز والالرايت كنالز اللي اتنين مشتركين مع بعض. لو تخيل منظر يبقى اول انوماليز تحصل عندي. بص يا سيدي. قلت لك ان الانتر ميديم سيبتم اللي قدامي ده اسمه سيبتم انتر ميديم المفروض هو ما يشارك في تكوين الايه? يقول لك عندي حالة اسمها تراي كسبد اتريزيا. يعني اتريزيا يعني مسدودة يعني بيش مفتوحة. فيقول لك اسناء تكوين تراي كسبد فالف بيش هتتفتح. هيحصل فيوجن ما بين الفتحات بتاعتي او البوابات بتاعتي الفلفز دي وتبقى مقفولة بالمنظر اللي انت شايفه ده. طب وفي الحالة دي اللي هيحصل لمصيبة. الدم عندي تخيل معي السيبتم ده تكون خلاص. والسبتم ده تكون خلاص. تمام? مفروض ان ايه لا يحصل. قالك في الحالة دية القلبة عشان يتجاوب مع الحالة دي انه خلاص السيبتم ده مقفول ما تكونش ما فيش هنا فتحة. القلبة الدم هيدخل عن طريق الرايت اتريم. للبيب الصغير اثناء تكونه. هيعمل ايه? قالك في الحالة دي اتفي فتحة هنا بشي هتتقفل. وهيبدأ الدم يهرب منها. يبقى دي اول خطوة. ان هيبقى عندي هنا السيبتم اللي ما بين الاتريم اللي هشرحولك كمان شوية اللي هو اسمه اتريم سيبتم. الاتريم سيبتم هيحصل فيه ديفكت. هيفضل مفتوح. مش هيتقفل. ليه لانه ما فيش حاجة قدامه. انا لازم يفضل مفتوح بالمنظر ده. يبقى يحصل عندي حاجة اسمها اتريل سيبتم ديفكت. بعد كده بعد كده يبدأ عندي الدم طبعا ينزل على اللي تحت. ينزل على عشان يدخل على فطبعا هو نازل على جماعة برضو هنا هيفضل فيه عندي فتحة عشان الدم يقدر يدخل على ويعبيها. يبقى تاني حالة هلاحظها في المريض ده انه عنده فتحة برضو في في السيبتم اللي هنا اللي اسمه هو ما بين هيبقى فيه برضو فتحة. هيبقى هيبقى عندي حاجة اسم ها ايه فنتريكلر. لاحظ معي ان الليفتتريكل يدخله دم كتير دخله دم اصلا من الليفتتر اتيم اللي جاي من الرئة ودخله دم من الرايت اتيم. ففي ضغط عالي هنا على الفنتريكل فالليفتت Lab هنا يحصل له حاجة بنسميها ايه? بنسميها هايبرتروفي. هايبرتروفي ناتيجة المجهوده العالي اللي هو بيعملها. الجدار بتاعه ايه? بيبقى خفيف خالص اللي هو من كتب شغله خلاص بقى فعال وكونيكبر في الوزن بتاعه بيبقى اكبر في الحجم بتاعه وقضاص. عشان يستوعب كل الكمية الدم اللي عمالي دخله. يبقى ده اول حاجة. تاني تاني يا شباب اللي حصل عندي بسبب بس ان الفلف اسمه حصلت. اول حاجة حصلت بعد كده الدم ينزل عندي هنا في عمالي بعد كده الدم ينزل عندي دخل على طريق السبتم اللي هنا يبقى عمالي حاجة اسمها طبعا الوال رايد فنتريكل بش هيدخله طبعا دم كتير زي ما كان مفروض يدخله الطبيعي. هيبقى ايه? هيبقى الجدار بتاعه ايه? بالشغال. هيبقى الجدار بتاعه منتفخ. اللي هو بيحصل بنسميها ايه? بيحصل بنسميها اصلا هو بالشغال. انا بش بكلفه بشغل. فهيبدأ ايه? بش بيتكون كامل. تلاقي اصلا ايه حجمه كده? حجمه يا دوبك حاجة كده خفيفة. طبعا بعد كده في الحالة ديت هيبدأ بقى الدم يطلع عن طريق البالموني ترنك. تمام? طبعا الجسم عشان يعوض الحالة ديت بتحصل حاجة اسمها البيتانت داكتاس ارتديوسيس. فوق خالص. جنكشن كده ما بين الاتريام والفنتريك. يا سوري ما بين البالموني ترنك والاورطة. هتلاقيها في الصورة عندك بس انا بش هشرحها دلوقتي. يعني هاجلها شوية. تمام? ليه? في سبيل ان الوصلة اللي هتبقى موجودة ما بين البالموني ترنك اللي طالع من الرايت اتريام. من الرايت فينتريكل. والاورطة اللي طالع من الليفت فينتريكل هيفضلوا متصلين مع بعض بوصلة صغيرة. هتساعد شوية انها تعوض النقص اللي هيبقى موجود في الدم بتاع الرايت فينتريكل. والفنتريكل بيدخ دمه قليل صح? الفنتريكل هيضخ دمه قليل للرئة. طب مين اللي هيعوض الدم القليل ده؟ قالك هتبقى الاورطة وصلة مع البالموني ترنك حيس انها تديلها شوية الدم تعوض الايه تعوض النقص ده. البيبي دوت بتكون او يتولد بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده ويبدأ يعيش مشكلة طبعا انا بحاول احلها بعد كده بسيرجري واغيرها. بمناسبة الحالة ديت قتيني برضو رفعلك صورة ملخص لك الحالة ديت عايز تاخدها سكرين عشان تقلوها بينك بالنفسك كده. طيب يا شباب. الموضوعنا التاني اللي هندخل عليه دلوقتي او اصبح التالد دلوقتي بقى انا كلمتك على ايه؟ انتر ميديم سيبتم. اتكون عندي الحمد سيبتم هيفصل لي ما بين الاتريم فوق والفنتريك التحت. تعال بقى نلعب في القوضة اللي فوق. القوضة اللي فوق عندي اللي هي البرماتف اتريم. القوضة اللي فوق اللي هي ايه؟ بريماتف اتريم. ولت لك دي القوضة اللي فوق دي القوضة اللي تحت. اهي. بريماتف اتريم تحت البرماتف اتريم. قالك في البرماتف اتريم وفي الهالي كده الله يبرك لك عشان بس هرسمي لك دلوقتي حاجة. هذا الروف اللي فوق اللي هو السقف بتاع القلب في الحالة ديت. هنا بيبدأ يتكون من السقف بتاع القلب. يبقى هنتكلم دروتي على weight later. تعني هيفصل ما بين التوقاترييم هي هنا. طبعا لحد الوقت ما فيش اتريم. احنا على ايه الليفت اتريم. طيء الاعيحصن عندي يقولك في الاول خالص كده عشان يبدأ يتكون عندي بناقول ان فيه سيبتماس هيبدأ يتكون من دون فيورد كدة نازل من تحت من السقف من الفلور بتاع القلب تمام? من السقف الفوق ده وسبتم هيعودي يتكون بالمنذر الانتا شايفه ده يبقى في عندي سبتم في الأول سبتم في الأول هيتكون من فوق وهو نازل بينمو لتحت interesting بينمو لتحت اسمه ايه اسمه هو سبتم السبتم يعني حاجزه سا هو واول اول واحد هيتكون لان فيه واحد تانى هيتكون بعد شوية فسميه حاجة اسمها سبتم بريميوم يبقى ده اسمه ايه اسمه سبتم بريميوم طيب هيوقف عند المرحلة دي الفترة كده فيسيب لي فتحة. هزي الفتحة اسمها فورامين. صح? او ممكن اسميها استيام. يبقى فورامين او استيام. طب هزي الفتحة برضو اولية. يبقى اول فتحة كونت عندي. يبقى اسميها ايه? اسميها استيام بريميوم. يبقى كلمة بريميوم جاية من برايمير يا بماعة. اللي هي اولي او اولي واحدة. تمام يا شباب? طيب. يبقى تاني ايه اللي تكون عندي? قالك فيه سبتم تكون من فوق وهو نازل لتحت. ولكن ازميها الله يبارك لك ان السبتم ده من فوق لتحت كده. تمام? اسمه ايه? سبتم بريميوم. وتكون فيه حاجة اسمها استيام بريميوم. ايه اللي هيحصل بعدها? قالك هذا السبتم هيستمر بالنموه لحد ما يقفل. طب هو ينفع يقفل. البيب الصغير في بطن امه. مفروض ان الدم اللي دخله عن طريق الفينز. الشخص الطبيعي. الدم اللي بيدخل عن طريق الفين. مفروض ده في بطن امه. يبقى ما ينفعش اطلع دم للرقة. مفيش لسه رقة تكونت وبش محتاج ان انا اطلع. يبقى لازم الفاتحة تضل مفتوحة. ليه? عشان الدم يروح من الرايت فينتريكل. سوري من الرايت اتريام يدخل على الليفت اتريام. ومنه على طول ينزل بقى على الفينتريكل والفينتريكل يدخوا عن طريق الورطة. انا بش محتاجة اكسيده. هو اللي انا عايز يسيبك اوكسجين هاخده من الام. وصلت لحد هنا. وبالتالي سبتم بريميوم بتاعي ده. لما افل من تحت لما افل من تحت ركز لما افل من تحت ساب مكانه فتحة فوق. الفتحة اللي فوق دي هسميها ايه? هسميها استيام ساكنضم. فورامين ساكنضم او استيام ساكنضم يعني المرأة التاني. يبقى ده الاستيام التاني عندي استيام ساكنضم. طيب. وبعدين قالك مش بس كده. فيه سبتم تاني هيبدأ يظهر عندي برضو من السقف. السبتم التاني ده بالمنظر اللي انت شايفه بالاحمر ده اهو. سبتم تاني هيتكون من فوق لتحت. هذا سبتم. سبتم ايه? سبتم تاني. يبقى اتوقف هكذا تتيباه اسمه ايه? ايوه ايوه استيام ساكنضم. ساكنضم. لان هو تاني التكون عندي. يبقى برضو استيام اهو. استيام ساكنضم استيام ساكنضم استيام ساكنضم. هو ليه تكون عندي استيام تكون عن عندي معليس يبش استيام معليسي. S Oops plus C awarded on this? سابتم سكندم. طب تتوقع كده. اتكون عندي سبتم سكندم. هل هيقفل للآخر؟ لا انا مش عايز هيقفل للآخر. ومن تلكوينته اصلا. هقولك دلوقتي ان ليه كوينته. بس هلوها تملاحظ ان هو ساب فتحة كبيرة شوية فتحة اوفل شيب يعني شكلها بيضاوي. فسميها ايه? اوستيام اوفال. اوستيام اوفال. يبقى تاني يا شباب اللي حصل عندي في الاول خالص تكون عندي اوستيام برميوم. وساب عندي فتحة هنا اسمها ايه? اوستيام تكون عندي بعد كده تكون عندي سبتم تاني اسمه سبتم سكندم من فوق لتحت. وساب لي فتحة اسمها اوستيام اوفال. طيب. انا فهمت دلوقتي ان انت عايز وانت طفل صغير تفضل الاتنين دول مفاتحين على بعض. اللي هما الريت اتريام يبقى فضل فاتح مع الليفت اتريام. صح? انت عايزها. بعد الولادة هل انا محتاج ويقفل? او انا محتاج لفتحة دي تقفل. طب تقفل ازاي بقى? قالك بعد الولادة لان في القلب هيبقى ضغطه عالي. فالليفت اتريام ده هيبقى ضغطه عالي جدا. فكرة ان هو ضغطه عالي ده هيزق على الاستيام سكندم. تخيل معاي كده ده الاستيام سكندم هو جاي من فوق. تمام? وده الاستيام براميام اهو. نتيجة الضغط العالي بتاع الليفت في متريكل هيبدأ يقفل عليه. يضغط عليه. يضغط عليه. نتيجة الضغط العالي المستمر هيبدأوا يلزقوا في بعض نهائيا ويحصنون فيبروزز مع بعض كده. والفتحة ديها تقفل بعد الولادة. تمام? يبقى تاني يا شباب المفروض ان الاسناء الطفل وهو بطن امه الدم بيمشي بالمنظر ده. يدخل 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 ويدخل على الليفت فينتريكل من هنا. الليفت اتريام من هنا. ومنها على الليفت فينتريكل عشان يطلع عن طريق الاورطة. تمام? بعد الولادة انا عايزه يقفل. يقفل ازاي? قال لك الاستيام اللي هو سبتام بريميوم ده هيضم على الاستيام سكندم ويقفلوا على بعض. يقفلوا على بعض تماما? خلاص كده معادش فيه ايه? معادش فيه دم هيمشي من من الجهتين. بس بالمناسبة 25% من الناس اللي عايشين معانا دلوقتي عندهم انوماليز هي بش خطيرة ولا حاجة. انت ممكن تبقى قدامي دلوقتي واقول لك ان عندك الانوماليز دي. اسمها دروب أوفنسي أو بوتنسي أو فورامين أوفال. يعني ايه كلمة دروب? يعني نقطة. فورامين أوفال اللي هو الفتحة دي. يقول لك الفتحة دي ما بتقفلش قوي. وتفضل فتحة سنة صغيرة. فذينزل منها بمقدار ايه نقط كده? اللي هو بيصرب زي ما تقول كده بيصرب على وانت بعد الولادة وانت كبير. في الحالة دي مش لازم يعني يتخوف عيلة العيلة الصغيرة لما يتولد وتكتشف عنده. والحالة دي نخوفهم شوالحاجة. اعمل العملية من السكات يعني او يعني اقول لهم ان فيها مسة عملية بسيطة هتتعمل وخلاص. لو عايز نعملوها تمام. انت ممكن تبقى اصلا بيقول لك انت ممكن تبقى عايش قدامي دلوقتي وعندك الحالة ديت او الانوماليس دي. اللي هي بنسميها دروب دينتانسي أو فورامين أوفال. طيب. اه في بعض الانوماليس التانية يعني اللي بش عايز اشغلك فيها اللي ممكن تحصل عندي في السبتم اللي عندي ده. مسلا مسلا يعني اش عايز اشغلك والله بس انا بحاول اديك المعلومة كاملة حسب ما الدكتور قالها وانت منها اللي عايز تسمعه. بس ممكن ما ما تبقاش مطلبة فيها في الامتحان. عايز الدكتور قالها يعني بس هي مقودة في النوت كلية. قلتلك في تكوين اي سبتم اي سبتم اي سبتم انا ممكن افترض ان السبتم ده متكونش. في اول انومال اللي افكر فيها ان السبتم ده ماتكونش. يعني ايه السبتم متكونش? يعني بكل بساطة. القلب كده ايه ده Jackson. يعني بكل بساطة فيه هنا سبتم هيتكون وهينا سي سبتم هيتكون. واصبح القلب عبارة عن ترات قوض. فبسميه ايه? بسميه Tريolecular Bi-Ventricle. Tريolecular يعني ثلاثة lightolar ثلاثة قوبط. وباي lyentricle هما اتنين lyentricle يبقى واحدة ااتريكو. يبقى لو ما فيش سبتم اللي هو اسمه هيئنTERATRIU Elle هو الانتر اتريكو ده ما تكونشي. اول حالة ممكن تحصل لي اسمها هيها Tryolecular Bi-Ventricle. تمام. طيب. تاني مشكلة تحصل عندي ان الاستيام پاستيام بريميوم كان هنا بيبقى في فتحة صح كان مفروض يبقى هنا فتحة مفروض ان هنا فيه فتحة اسمها استيم اوفال وهينا استيم سكندام ودي كانت مقفولة لها استيم بريميوم تخيل معاي كده لو الفتحة دي ما قفلتش وفضلت مفتوحة والقلب بعد الولادة قفل طبيعي زي ما نقول كده ان الستة مقفلوا على بعض بس في فتح هنا متقفلتش في فتح هنا متكونة اسميها ايه استيم بريميوم ديفيكت في مشكلة في الاستيم بريميوم اللي هو ده فضل مفتوح فزي ما تقول كده فيه ثقبة في القلب الاتريم الرايت اتريم بيدخ على الليفت اتريم فدي برضو تعتبر مشكلة عندي في الاتريوف انتوكدر سيبتم تفاية انا مش هديك اي حاجة اكتر من كده احنا ادخدنا كم ديفيكت دلوقتي قلتلك ممكن السيبتم ما يتكونش خالص ممكن يبقى فيه عندي الاستيم بريميوم مفتوح بالمنظر ده او ممكن بعد الولادة يفضل مفتوح فتحة بسيطة خالص من الى ايه بتاعت الاستيم اوفال ما تقفلش في الحالة بسميها الدروب بوتنسي وفورامين اوفال ده بالنسبة الاول او كلامنا على البريماتف اتريم اتحول خلاص الحمد لله لرايت اتريم وليفت اتريم تعال بقى ندخل على المرحلة اللي بعدها كلامنا على الفنتريكل اللي هيحصل عندي في الفنتريكل وازاي هيتكون برضو فيه السيبتم بالنسبة بس في جزء عندك في الورق مكتوب بيقولك ايه بيقولك ان الفورامين اوفال ده بيقفل بعد الولادة زي ما اتفقت معاك نتيجة أو الاتصاق اللي بيحصل ما بين السيبتم بريميوم والسيبتم سيبتم ساكندام اهو سيبتم ساكندام هيلزاقه مع بعض بيحصل منهم في نتيجة طبعا اللي بيحصل فيتكون عندي سوال في الامتحان وهو اقباره عن فيوما بين ال سيبتم ساكندام طيب ملاحظة تانية يقولك في الادلت هارت في الشخص اللي هوADAلت ياني الكبير بيبقى عندي ايه بيبقى فصة أوبيلس فصة يعني حاجة مكعرة فصة أوبيلس ده اللي هو لو انت فتحت الرايد قتريم وبействوت منه تلاقي حتة في الجدار بتاع الرايد قتريم لله السبتم حتة في السبتم نزلها لتحت ما هي بالزبط إذا لم تخيل معايا هي المكان بتاعت الفتحة الأوفالي اللي كانت عندي تحت فهي دي بالزبط وفي عندي حاجة اسمها حاجة اسمها لنبس لنبس فصة أوفاليس لنبس فصة أوفاليس تلاقيها كده حاجة بارزة كده على جدار بتاع الاتريب من جوه. ده بس بيديك دلالة على الريتج اللي هو الريتج او اللي منقول عليها النهاية نهاية الايه الاستيام ساكندم بتاعتي نهاية الايه السيبتم ساكندم معلش نهاية السيبتم ساكندم الريتج بتاعها بيبقى ظاهر بمنطقة بارزة كده على السطح الخارجي والاستيام اوفال بتبقى ظهرة بفصة او حاجة دخلة جوة على الجدار من جوة ده بس بالنسبة لي بتظهر في عندنا في زي ما انت شفت معي طبعا برضو هتلاقي عندك في الورق ممكن اربع صور كده للانوماليز اللي قلتها لك اسناء الشرح تمام وفي نوت كده بيقول لك ايه بيقول لك بوست نيتل كلوجر اوفورامين اوفال بوست نيتل يعني بعد الايه بعد ما نيو نيت بتاعي الطفل الصغير ده بيتكون بيحصل كولوجر زي ما اتفقنا للفورامين اوفال بعد ساعات من الولادة نتيجة زيادة الضغط في بيضغط على سيبتم بريميوم اجينس السيبتم سكندم ذن اناتوميكالي يحصل ما بينهم يعني بيحصل ما بينهم خلاص الاتصاق تام بعد الولادة باسابيع بعد كده هتلاقي في الورق عندك اللي هما ثري انامالز اللي قلتهم لك سواء الاستيام بريميوم يفطل مفتوح او الاستيام سكندم كمان يفضل هو كمان مفتوح وبالتالي الاستيام سكندم اللي هنا ده يفضل مفتوح وما يتكونش قدامه السيبتم ده تمام فيبقى فيه برضو فتحة عندي من نسبة لي هنا او يبقى عندي ايه الفورة من اوفال بعد الولادة ما تفتحش وده تقريبا من عشرين لخمسة عشرين من الناس يفضل عندهم المشكلة ديت اصلا بعد الولادة وما لهاش اي وما فيش اي خطورة على الطفل بتاعي انتبقنا لحد هنا يا شباب طيب تعال بقى نبص مع بعض على بتاعي ونبص ايه قصة من ضمن السياف الانتحان برضو عشان تبقى ااخد بالك لما يجي يقول لك ايه هو في جدول كده بيلخص لك الاتريم ده مصدره منين ها تعالى نفتكر كده الراية اتريم بتاعي مصدره جزء منه من الكنال اللي كانت هنا عشان قلت لك ان فيه جزء هنا بتاع الكنال وفيه جزء هنا كنال وفيه هنا جزء من الكنال في الاتريم وفيه جزء من الكنال هيدخل في الفينتريكل اهو فيه جزء منه من الكنال وجزء من البرمت في اتريم صح? وعندي المكان اللي داخل منه السيبوريور في ناكاذا والانفيريور في ناكاذا منطقي جدا تيجي تقول لي ايه تيجي تقول لي ان هو الجدار بتاعهم متكوى من الساينز فينوزز فاكرين السينوس فينوزز اول واحد اشرحتها لك وقت دخل في تكوين الرايت اتريم الله ينور عليك يبقى الرايت اتريم بتكون من تلات حاجات جزء من ال اي في كنالز وجزء طبعا من الرايت اي في كنالز وجزء من السينوس فينوزز وجزء الاساسي اللي هو نصها تقريبا من البريماتف ايه من البريماتف اتريم طب تعالي على الجهة التانية الليفت اتريم بتاعة يتكون من ايه برضو نصها من البريماتف اتريم وجزء منها من ال اي في كنالز اللي هو ال ليفت اي في كنالز تمام ويقول ل الجزء منها هيبقى من المفروض بعد كده بيطلع منها من هنا. تمام? او بيدخل عليها من هنا يعني. يبقى برضو تلت اجزاء من تكوين الامبريونيجيك. لما يجي تسألك سؤال يقول لك ايه هو الامبريونيجيك بتاعة اتريم. كده بص يا شباب احنا المفروض ان احنا كوننا الانتر ازريل سبتة من المفروض ان كمان اتفقنا تتكون اصلا اسناء تكوين الكنال. تمام? يبقى احنا كده فضل لنا ايه? فضل لنا الفنتريكل بتاعنا. وفضل لنا الجزء بقى بتاع الاورطة. تمام? اللي هيطلع من الاورطة والبلمانية. تعال نبص كده على الفنتريكل. يقول لك في منطقة الفنتريكل بقى برضو بيظهر عندي سبتم. الموضوع اسهل واسرع بصراحة المراضي. يقول لك ايه? بيقول لك بيظهر سبتم من تحت. مراضي من الفلور. من الارضية بتاعة القلب. يبقى يظهر عندي سبتم من تحت كده. ده يعني من مصل. فيظهر عندي سبتم من تحت وطلع لفوق. برضو هيفضل طالع لفوق طالع لفوق طالع لفوق طالع لفوق لحد ما يقف. يبقى تاني يا شباب هنا. هنقول ان انا عندي ايه? سبتم طلع بس ده ايه? مسكولر سبتم. او المسكولر بارت. لان الفنتريكلز الاتنين اللي هم الليفت فينتريكل هنا. والرايت فينتريكل بتاعي اللي هنا. تمام? مفصولين بسبتم. هذا السبتم من جزء اين? الجزء التحتاني من مصل. عضلات. فهذا الجزء بتكون من تحت وطلع لفوق لحد ما يقف هنا. لما يقف هنا بيصيبلي فورا من فوق. هذا الفورا من اسcomm ايه? انتر يبقى هذا الفورا من اسمه انتر فورا من فورا من. لحد هنا. تمام. طيب ده اول حاجة. اول هيتكون عندي. اللي هو مين للي هو عندي? الصاحب الى هو المسكولر بارت فيبات ، بدت منين؟ toward سبتم انتر ميد يم。 ده عامه سبتم انتر ميد يم. فهو ببادئ من تحت باتجاه الايه? system intermedium. ويقف يسيب لي حفرة هنا اسمها intermedium. يبدأ بقى عندي symptom intermedium يكون لي ايه? الجزء اللي هنا. الجزء اللي هنا بسميه membranus part. هو بيبقى جزء رفيع كده بسميه membranus. جزء اسمه membranus part. هذا جزء lee three origin. نعم. lee ايه? lee three origin. الاوريجين الاولية اللي بتاعه من system intermedium. يبدأ ينزل ايه? ينزل ينزل منه كده يا خلايا. ينزل منه system كده. ويقوم تاني. المنبريناس part. وانتر ventricular system. ليه ثلاثة origin. اول origin بتاعه. جياله منين? ها? جياله من الكنالز اللي كانت موجودة اللي كانت بتتكون. ومن السيبتم اللي في النص ده. فخلايا من الكنالز دي هتبتت تجمع كده. وخلايا من الجلنز هتبتت تجي من هنا. ويبدأوا يعملوا ليه? المنبريناس سيبتم اللي هنا. ده اول origin. تاني عندي لما يجي شاء الله اشرح لك دلوقتي البالباس جوردس ديت. فاكرين البالباس جوردس. البالباس جوردس دي هتكون جزء من الفنتركل. وجزء من الايه? من الوصل اللي هتدخل على الاورطة والبالموني ترانك. فهقولك دلوقتي ان فيه خلايا هتيجي منها هتساعد في تكون هزي المنبريناس part. يبقى تاني هيجي لي من الليفت. وهيجي لي من الرايت ايه في كنال خلايا تقوم عاملالي المنبريناس بارت. وهيجي لي كمان من الفلفز اللي هتتكون عندي عن جهة البي سي اللي هو البالباس جوردس. البالباس جوردس ده اللي هو هيبقى بعد كده مدخل على زي ما احنا عارفين مدخل على الاورطة. مدخل على البروماني ترانك. والقلب كله اصلا موصل على بعض وزي ما انتش شايف في المنزر ده. فتخير كده انا اصلا بشروح لك هنا يا شباب انا بشروح لك دلوقتي هنا. تمام جوة البنتركل بتاعي هنا. فالبالباس جوردس هتديك خلايا تقدر تساعد في تكوين الايه? تكوين المنبرين ده. تاني اعتقد كده واضحة. طيب احنا كده خلصنا مع بعض اهوة الايه? الستم بتاع الفنتركل بكل سهولة. تعال كده نبص على الصورة دي. انا انا عايز العبلك في الصورة دي شوية ونبص على صورة القلب اللي هيحصل عندي بنان على الصورة دي. اتخيل كده اللي هيحصل. بص يا سيدي. مش ده برا عن السينوس فينوزز. انا بجمع افكارنا هو مع بعض. السينوس فينوزز. سينوس فينوزز دي تقولت لك انها تبقى ايه? هتمثل بعد كده. السوبريور فينكافا والانفريور فينكافا صح? وده هيدخل في تكوين الرايت اتريام. طبعا جزء الجزء ده هيدخل في تكوين الرايت اتريام. وجزء ده هيبقى ايه? هيبقى ايه صغر في الحجم بعد كده ان شاء الله اللي هم الليفت هورن والباضي ويعملوا لي ايه? كوروني جيساينوس. بعد كده دخلت الشوح لك البلمونري ارتري. قطيك البلمونري ارتري ده. بيجي فلور من فوق. بيجي من فوق كده. يتكون في سبطة. يفصلي الرايت عن الليفت. فيتكون عندي الرايت اتريام. ويتكون عندي الليفت اتريام. شو في الجمال. ركز معايا في الجمال اهو. شايف معايا الجزء ده? وصل مع الرايت اتريام اهو. وجزء ده الليفت اتريام بتاعي. وبعد كده. وبعد كده يبدأ عندي يتكون طبعا هنا تكون سبطة انترميديم الاول. كان في هنا سبطة انترميديم يتكون بين الاتريام وبين الفنتريكل. طيب. بعد كده في الفلور في الارضية بتاعة الفنتريكل بدأ يتكون عندي سبتم. عشان يفصل للاتئم اللي هو من الليفتة عن ايه? عند الرايت. اهو. اصبح عندي هنا سوري وهنا تمام? طبعا بالمناسبة هو السبتم ده بيبقى جاي كده يعني شوية يعني بمعنى تاني ان هو هيدخل في تكوين برضو او في جزء منه بس كده. قعر الانبوبة دي هتبقى مشتركة مع زي ما اتفقنا بعد كده هتشارك كمان في تكوين جزء من جزء من تمام? طيب. هنشوف دلوقتي هنعمل فيها ايه? احنا كده وصلنا لايه? لان القلب تقريبا حجراته اغلبها تكونت بالمنظر ده. طيب. ايه خصت بقى البابا سكرتز دي? قبلها بس عايز افكرك بالانوماليز زي ما احنا بنخلص كل شهر هاشرعلك الانوماليز فيها. تتوقع كده ايه الانوماليز اللي ممكن تبقى عندي هنا? والله الانوماليز اللي ممكن تبقى هنا زي ما تفانى اول انوماليز. تكون اي سبتم انه ما تكونش من اساسه. فتخيل كده. السبتم ده عندي ممكن ده متكونش او ممكن ده متكونش ومين اللي يلاقيه? التاني هو اللي ممكن ما يتكونش. نفس السؤال اللي سألتو لك في الاتريا ممكن يجي لك سؤال في الفينتريك في الامتحان شرط نوت. قول لي هما الامبرولوجيكال اوريجين اوف دا فينتريكال. والله هتجي لي كده على الفينتريكال بتاعي. هتقول لي جزء منه هيبقى من البريماتف فينتريكال. وجزء التاني هشرحولك دلوقتي من البلباس كوردس. خلينا اجل البريماتف فينتريكال تحتها يعني خلينا بس نرجع الحاجة طبيعية عشان ما تبقى اشتاهميني. ده البريماتف فينتريكال اهو صح? يبقى تلاحز البلباس كوردس فوق بريماتف فينتريكال تحت. فكأني بس ضبط هرسم لك البلباس كوردس هاي. امبوبة. المنظر ده. هي بس ضبط عبارة امبوبة. تمام? هذه الامبوبة برضو لو بسطت عنها من فوق ممكن ارسمها بشكل دائري. يعني لو بسطت عنها من فوق كده ممكن اقص على بشكل دائري. فاكل لما كنت بشرح لك الجنكشن اللي هنا ده ده وايضا لك ايه? ويضا لك شوية خلايا من النيورال كريست طبعا ده البوستيور بارت وده الانتيريور بارت. شوية خلايا من النيورال كريست هتتجمع هنا. وشوية خلايا من النيورال كريست برضو هتتجمع هنا. ويبدأ ويكمل 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 لحد ما يكملوا سبطا مع بعض. يبقى احنا لسه بنتكلم في ايد الوقت بنتكلم ثقلب الأنبوبة بتاعت البي سي. دي الانبوبة بتاعت البي سي. الانبوبة بتاعتي كاملة اهي. تمام? اتكون فيها سبتم برضو في النص اهو. وهيبقى عريض ساميك. فيعمل لي كنال. اهو سبتم هو تكون عندي هيبقى ساميك عمال لي كنال. هنا اهو كنال وهنا الرايت كنال. دي قناة اهي. ودي قناة اهي. تمام يا شباب? ده اتجاه ازاي لهو يبقى تحتها. خلاص احنا خلاص انت اشوفت المنظر ده احنا حفظناه اخلاص مع بعض. طيب اصيروا كده. بص عشان ارتبلك الافكار. ده الفنتريكل اهو. مش ده البلباس فنتريكل اهو. البرمة الفنتريكل بتاعي. فوقه في البلباس كوردس. يتكون عندي ايه? سبتم. طيب سبتم اللي تكون الجوة البلباس كوردس ده هيعمل ايه? نفس الكلام بالزبط. الفيت بتاعه مصيره ايه? قالك والله مصيره نفس الكلام. فيه ابر في ميدل فيه لور بارت. الابر بارت سيبقى الكلام تمام؟ هيشمل الحتة دي كمان هياخد حتة من الanya? من الكنال بتاعة البلباس كوردس. طلاب وايه? يبقى ده البروكسيي مال بارت. يبقى البروكسي مال بارت حتة بروكسيما يعني جزء قريب من القلب. لمن الفنتريكل يعني. فده البروكسي مال بارت. طيب بعدك قالك بعدك ده عندي الميدل بارت هي الحتة ديت هتعمل لي الوصلة. الوصلة ما بين ايه وايه يا جماعة؟ مبين وما بين الارترز اللي هيطلعوا فوق. اللي هما البلموني راحي والبليمونية ترنك والاورتة. يبقى هنا هيعمل لي وصلة كده وتبقى منتفخة في قلب باسميها ايه؟ انفيندين بو لم. انفيندين بو لم. تمام و دا راحت اليمين. يبقى ناحية الرايت. لو قلتلك دا الرايت هيبقى ناحية الرايت الحتة دي. هتمثل الانفيندين بولان في تكوين القلب. تمام الانفيندين بولان اللي طالعة عندي فين؟ في الرايت side of the ventricle. وفي الليفت side في نهاية الفنتركل بتاعي بيبقى عندي حاجة بسميها ايه بسميها فيستيبولا. تاني يا شباب الفنتركل ده قبل ما يدخل اصلا قبل ما يدخل الدم على الأورطة بيدخل في مكان كده سميك شوية او بلب. بلب عشان كده سميت دي بلبس كوردس. مكان منتفق شوية. في الرايت صايد بيبقى اسمه في الليفت صايد بسميه فيستيبولا. يبقى الموضوع سهل ولا بش سهل؟ ان شاء الله يبقى سهل جدا. ده المدل بارت. الجزء الفؤاني بقى هيدخل في تكوين الايه? الرايت ده بيطلع على البلمونري صح? بالمونين ترنك. واللفت ده بيطلع على الاورت. يبقى ده هيدخل في التكوين البلمونري وده هيدخل في تكوين الاورتك فيالف. يبقى الفالفز هنا تكونت بسبب ايه؟ بواسطة البلمونري كاردس اللي البلباس كوردس توري. تمام؟ كده احنا شرحنا البلباس كوردس مع بعض. بل ما يجي لك سؤال مع بعض دلوقتي ويقول لي. ايه هو الامبريولوجيكال اوريجين. امبريولوجيكال اوريجين. اف ذا فينتركل. ايه هو مصدر الامبريو بتاع الفنتركل. انت بكل بساطة. من غير ما تفكر. خلاص حفظت كلام منطقي. برمات الفنتركل. ليس شروح لك ان هو جاي. الفنتركل سوري جاي من البرمات الفنتركل. الجزء الاساسي بتاعه. او يعني بش ده ده جزء الاساسي بصراحة. هو حتة بس منه. وجزء الاساسي جايه من من البلبس كوردس. ده بيشارك بشكل كبير جدا في تكوين الفنتركل. تمام؟ سواء في الرايت سايد او في الليفت سايد. يبقى ثانية يا شباب. الفنتركل الزبتاتي هتتكون جزء منها من البريمات الفنتركل النهائي هو الوطني نهايي بتاعي. هتكون بريمات الفنتركل وجزء من البلبس كوردس بشكل كبير. طيب. يبقى احنا كده خلصنا مع بعض ايه? خلصنا معواضل القلب تقريبا. القلب خلاص اتكون الجماعة. انت باش ملاحظ معايا ولا? احنا هنا لعبنا في الاتريم الاول وعملنا السبتم اللي كان في النص. وبعد كده لعبنا اول حاجة طبعا معلش انا اسف. لما جينا نعمل القلب. لما جينا نعمل القلب الاول الا حصل. خلينا بس نجيبه ناحية الشمال. عشان نبقى بنرسم صح. طيب. الا حصل وانا برسم القلب. والله انت بترسم القلب وقلتلي الاول في سبتم انترميديم هيتكون الاول. وبعد كده هبدأ ادخل على بعد كده لما اخزه هيشارك في الاتريم فوق وهيشارك في تحت وهيشارك في والمايترالبالف. ايه بعد كده? قلتلي والله هنجي على الاتريم فوق وهيتكون عندي ها قول سبتم بريميوم. وهذا سبتم بريميوم قبل ما يقفل هيكون سابفتحة تحت هسميها ايه? استيام بريميوم. بعد كده باستيام بريميوم هتفتح وتفتح لي مكانها استيام سكندم. عشان فتحة كده هسميها استيام وفال. بعد الولادة نتيجة البرشار نتيجة الضغط هيقوم اقفلين مع بعض الملتزقين. بعد كده شرحت لك البريمة الفينترك. قلت لك ان المفروض ان هنا هيتكون عندي سبتم ماسكولر بارت من تحت الفوق. طب وجزء الفؤاني. قلتلك الجزء الفؤاني هيتكون من حاكتين. هيتكون من الكنالز اللي اتكونت ديت. هتجيب لي شوية خلايا من عندها. وتكون لي المنبريناس بارت ده. وكمان عندي اللي هو مين البطبس كوردس اللي نرسل نكلمك عنه هو بيكون الاورطة وبيكون الحتة بتاعته دي هيبعت لي شوية خلايا برضو يكون بيهم الايه المنبريناس بارت. يبقى انا كده فعلا قفلت القلب. قفلت الفينتريكل. اخدنا الانوماليز الفتحات اللي ممكن تحصل هنا. قلت لك الفتحات اللي ممكن تحصل هنا اشهرهم ان ما يتكونش عندي المنبريناس بارت ده. وديدي اشهر مشكلة عندي ممكن تحصل في السبتم اللي هو الانتر فينتريكل السبتم من وراء القدام بالمنظر الانتشهر كأنه الالم بالزبط كده كأنه الالم بالزبط بالمنظر ده بس هو سميك سميك فهيبقى ايه ظاهر لي بالمنظر ده لو انا ببص عليه من الجنب. تمام? هزا السبتم اسملي برضو البالباس كوردس اليمين وشمال. تمام? الليفت والرايت. نفس الكلام برضو جزء الفؤاني هيشارك بقى في الحاجة اللي فوق اللي هي هشرحها داك دلوقت اللي هي ترانكس ارتريوزز. جزء التحت هيشارك معايا في تكون الفيلتريكل. وجزء اللي في النص دا هيكون ايه المدخل اللي بيوصل ما بينهم اللي هو سواء هنا اسمه اه انفنديبولم والجهة التانية اسمه فيستيبيلا. باستنى ايه في القلب يا شباب? باستنى احنا نكون الاورطة والبانوني ترانك. تمام? عن طريق مين? عن طريق كلامنا على القناة او الدايرة الاخيرة او الانبوبة الاخيرة معانا. اللي كان اسمها ايه? ترانكس ارتريوزز. موضوعها سهل جدا وبسيط بس محتاج منك تركيز وبعد نظر شوي. بكل بساطة انا هرسمها برضو انبوبة. هي انبوبة بالمنظر ده. وبالتالي هممكن اخد منها ابص عليها من فوق. فهرسمها بشكل دايرة. ابص عليها من فوق فارسمها بشكل دايرة. بس يقولك ان الفكرة بقى في السبتم اللي هيتكون فيها مختلف يعني مختلف. يقولك ايه? يقولك ان السبتم من فوق. شايا اركز معايا. السبتم من فوق هيبقى اتجاهه غير في النص هيبقى تجاهه غير تحت. يعني ايش الكلام ده? يعني كاني اخدت كده من فوق ورسمت لك دايرة اهي. وكات سكشن من النص ورسمت لك دايرة اهي. واخدت سكشن او قطع من تحت كده تمام? ويحطت لك دايرة تالتة اهي. تعال نبص على التكوين بتاعه مايتكون ازاي. يقولك بكل بساطة اثناء التكوين بيبقى عندي ايه? ويبقى عندي انا وهناكتلم من دي ايه? ده الجزء التحتاني. ده عبارة عن الرسمة ايه? دي دايرة ايه? ده اللي هي تحت. ايه اللي بيحصل تحت عندي? والله اللي بكل بساطة بيقولك ايه يا سي دي. ركز معايا الله يبقى لك بعز ان خلص خلصنا احنا كده بس اخر معنوان. ركز ما صحصها معايا. قالك من تحت كده بتكون عندي السبتم يمين وشمالي. تيجي الخلايا لاني ورا الكريست تعمل لي برضو كشن من هنا وكشن من هنا ويبقى يقفل مع بعض وكده. لاحظ ان السبتم عامل ازاي? اسملي حاجة قدام وحاجة ورا. لو دي انبوبة فاسملي حاجة قدام وحاجة ورا. تخيل المنظر حاجة قدام اهي وحاجة ورا. لحد هنا تمام? الله ينور عليك. طيب حاجة اللي قدام دي مبدئيا يعني هعتبر ان هيدخل فيها مين? البالموناري ارتري. البالموناري الدم اللي داخل اللي جايلي المفروض يطلع على البالموناري بعدين. المفروض ان عندي الرايت اتريام سوري الرايت فينتركل هيضخ على البالموناري. صح? فبيقول لك ان الفتحة دي ترانكس ارتريسيس المفروض انها انبوبة. بس هي انبوبة مشتركة. مشتركة ما بين التوف فينتركل اللي هما كانوا نهايتهم عند البالباس كوردس. طب انا دلوقتي عايز اقسم الانبوبة دي ايه? لحتتين. حتة هيمشي فيها الدم اللي طالع على الرئة. وحتة هيمشي فيها الدم اللي هيطلع على الاورطة. بس ما بيطلعش مباشرة. يعني ما بنقولش مثلا الانبوبة دي اهي انبوبة بالمنظر اللي انت متخيله اهي. وسبطم جاي اسمها بالنص بالمنظر ده. دم هيطلع من هنا اهو دم هيطلع كده. ودم بتاع الليفت هيطلع كده. لا يا اخوي ما ماشوا كده خالص. ما ماشي كده خالص انسى بقى. ماشي داية رفت كده. امال ايه? قال لك في الاول خالص تكون عندي المنظر ده. تكون عندي تحت من هنا. جزء تحت انيتات تكون عندي المنظر ده. فاصبح عندي ياستاذي اهو. المنظر بتاعي السبطم يتكون بالعرض من اليمين للشمال وأسملي الأنبوبة بتاعتي جزء قداماني وجزء خالفي لحد هنا تمام يبقى أسملي الأنبوبة بتاعتي ايه يا شباب جزء قداماني وجزء خالفي وهو السبطم بتاعي اهو هذا السبطم بعد كده لما أجي في المنطقة اللي في النص هلاقي ان الكاسيشن اتكون كده ايه ده استنى معايا كده ركز 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 في اللي بيحصل ده من قدامه من ورا وبالتالي هيقفل السبطم معايا كده فيبقى عندي السبطم عندي ماله تجاوه تعكس ده من النص ده لو قلتلك ان دي بي فده عبارة عن بي بآخر حاج خالص اللي هو حين هيبقى عندي كاسيشن هيحصل بالمنظر ده الكوشن هيحصل عندي سوري بالمنظر ده تكون السبطم عندي كده السبب في المنظر اللي حصل ده طبعا دي سي دي سي المقطع سي يعني دي أنبوبة شقولتلك ان دي عبارة عن أنبوبة هي بالمنظر اللي احنا شرحناه مع بعض كده. تمام? لو تلاحظ في الانبوبة دي السبتم التحت ده اتكون بالمنظر ده. والسبتم اللي في النص اتكون كده. متخيل? يعني من قدام لورا. فاتكون كده. ممكن نرسمه بنقطة لو انا ببص من قدام. والسبتم اللي فوق اتكون كده. يبدأ والسبتم دي توصل مع بعضها. طب هتوصل ازاي? قالك هتلف بشكل سلاسي ابعاد. او بالمنظر اللي انت هتشوفه معايا ده ركز ركز ركز. بالشكل ده. هتوصل هتوصل وتطلع لحد فوق. تمام? بالمنظر ده اهو. ودي كمان هتلف هتلف على الجدار هتلف على الجدار وتمشي من وراها عشان تديني المنظر ده من ورا. هتلف كده لحد ما توصل من ورا. اللي مؤخذة هو ايه اللي حصل دلوقتي? بص يا سيدي. اللي حصل بكل ببساطة ان السبتم ما تكونش مستقيم. لا. رح لافف كده وهو ماشي. طب وده سببه ايه? ده سببه ان البلمونري الدم اللي هو الجايلي من الرايد فينتركل اللي هو هنا. هيروح ناحية اليمين. بص بص على السهم معي. بص على السهم معي. هو هيدخل من تحت. ويطلع من قدام اهو. تمام? ويفضل ماشي 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 ويلف يلف ويستخبه من ورا ويطلع من ورا. ده اللي هو ايه? ده اللي هو البلمونري الدم اللي طالع على الرئة. فهتلاحظ ان هو لو انا ببص من تحت اللي هو مقطع ايه? هتلاقي ان هو طالع من قدام. انتريور. وبعد كده من هنا طالع من الجنب من اللي هو الجزء اليفت. وبعد كده من heart من فوق. هلاحظ ان هو طلع من ورا. طلعني من ورا. طبعا دي كده هه? هو طلع المرى السيبطر من ورا السيبطمي الفطر؟ ان دم بتاع من الرا rectangularي طالع من ورا. تاني يا شفاب ان ش هذه الويب الفر pies بيرل سيبطر تمام? يبقى هذا سبح سبيرل سيبطر هيسمح بالدم من لا Safety. لكن leash من ورا طيب الدم بتاع الاترياء اللي هو الدم يعني بتاع القورطة. قالك الدم القورطة في الاول هيتلع من ورا اهو هيطلع دي من ورا تمام يعني لو قلت لك انه خليه طال من هنا اهو جاي لها هيدخل من ورا وهيستخبه هيستخبه ورا البيتاع دي هيستخبه ورا الجدار ده وبعد جدت لقيه فجأة ظهر وفجأة ظهر وفضل بقى ماشي 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 وقدت لقيته طلع طلع من قدام الايه من قدام السبتم ايه اللي حصل يا شباب في النقطة دي اللي حصل انه هو داخل مستخبي وطلع من قدام السيطم وبالتالي لو بست من تحت هلقي انه طلع من ايه من وره بعد كده لو بست من النص هتلاقيه ظهر ناحية الايه ناحية الشمال وبعد كده لو ظهرت من قدام بست من قدام هلقيه ظهر من قدام يبقى ده السيكشن بتاعتي من خلال الايه الفكرة بتاعت إنه هو عمل عشان يقدر يطلع للأورطة ناحية يطلع لي الأورطة رايحة كده. وهتعمل بعد كده اللوب اللي هو القرش اللي احنا عارفينه. تمام كده اهو. بعدك هتطلع بقى وتعمل القرش بتاعها. والبلمونيلي ده لما طلع من ورا هيطلع بقى على اللنج. تمام يا شباب؟ فانا عايزك تبص على الصورة اللي بظاهرات قدامك دي. اهو. دي صورة موضحة للشكل بتاع الاسبايرل اللي ده حصل ده. اهو الدم المؤكسد اللي هو بالأحمر بتاع الأورطة دخل من وطلع من ورا وطلع من قدام. والدم الأزرق اللي هو المختزل اللي هو سوري المنغرر أكسوجيني يعني. طلع لي دخل من قدام وطلع من ورا. مس كده على الجهة تانية. الجهة تانية بيوريك يعني عشان تربطها عشان تحفزها. احنا عارفين لمنازر الطبيعي. منظر الطبيعي ان البلمونيا اللي ترونك بتاعي بيطلع من قدامه زي ما انت شايف. البلمونيا اللي المفروضة عندك في القلب بيطلع من قدام. هو بلون البرتقاني. وبعد كده لما بيطلع بيدين فرع يومين وشمال وتلاحظ ان فيه فرع منهم دخل ورا. في فرع منهم دخل ورا الاورطة. الاورطة بتبدأ بقى من ورا. الاورطة بتبدأ لي من ورا. وبعد كده تقوم زاهرة لقدام. وعمل بقى القصف بتاعها زي ما انت شايف. يبقى عشان بس تحفظها وتعرف. يبقى لازم تعرف لي ان البروكسيما البارت من هم الانتيريور ومن البوستيريور. لازم تحفظ لي الدواير دي يا جماعة. الدواير دي حفظ. لما لاجه اقول لك في حالة الميدل بارت. من النص كده في ترانكاس ارتريوزز من النص في الميدل. من يمين ومن شمال? هتقول لي ان البالمونري كان شمال والاورطة كانت يمين. تمام? وصلت لك الشباب؟ طيب. هتقول لي مثلا في حالة الدستل. اه في الدستل الاورطة قدام دستل ده له ابعد عن القلب. نقطة البعيدة عن القلب. يبقى دي اخر الانبوبة من فوق. الاورطة قدام والبالمونري هتبقى ورا. اتمنى يا رب تبقى كده بالنسبة لك واضح. سريعا نبص في الصور اللي معانا عشان ن اخلص كده هي الانوماليز اللي ممكن اتوقعها في حالة ترانكس ارتريوزيز. قالك اول انوماليز انا ممكن اتوقعها ان ما بيحصلش ما بينهم ستم اصلا زي ما اتفعت معاك. اي تفقع اول حاجة اقول لها اني ما فيش ستم. فتخيل خالص الاسبيرا ستم ده ما تكونش. وبالتالي الفنترك اللي اللي بيدخ والليفت فينترك اللي بيدخ اللي تنا الرايت فينترك اللي بيدخوا مع بعض. فالدم بيختلط المؤكسد والغير مؤكسد. شوية هيطلع على البلموناري وشوية هيطلع على الاورط. ويا دي المصيبة. يبقى اول الانوماليز هتلاقيها عندك في الورق اسمها ايه? بيرزيستنت ترانكس ارتريوزيز. يعني ترانكس ارتريوزيز اللي هي الانبوبة دي اصبحت بيرزيستنت. ما تحولتش بقى البلموناري واورطة. لا ده فضلت انبوبة متصلة ببعضها من غير ما يتكون اي ستم. فيليار في الفورميشن يا جماعة اصبح بيدخ دم مؤكسد وغير مؤكسد للجسم. فجسم كده هيحصل له سيانوزز. المريض هيجي لي الطفل الصغير هيجي لي كده. يريه مزرقة. شفاته مزرقة. مزرق خالص ليه? بيعمل للقلب يدخره دم غير مؤكسد. وشوية من الدم المؤكسد ليه طالعين على الرئة. واصلا الرئة مش قولها انها تأكسد يعني. تقوم انت باعي تليها دم مؤكسد تبقى تصعبط. فالحل الحل اللي مبدأي ان القلب بيعمل ايه? قال لك القلب بيروح يعمل حاجة اسمها انت لسه بقول لك من شوية ان الممبريناس بارت تركز الممبريناس بارت بتاع السيبتم اللي كان ما بين كان بيتكون بحاجتهن. كان بيتكون من وسطة البلبس كوردس والترانكس ارتريوسيز وبيتكون بواسطة فتخيل معايا كده في مشكلة عندي في الترانكس ارتريوسيز والسبتم بتاعها ما تكونش يبقى برضو هلاقي ان في ديفكت ومشكلة هتحصل في الجزء بتاع الممبريناس بارت. فغالبا المريض ده بش بس بيبقى عنده الاورطة والبالومة المفتوحة. لا ده كمان السيبتم اللي في النص اللي هو اللي كان ما بين الفاصل اللي هو الجزء بتاع الممبريناس بارت هاي بقى مي مشكلة? تمام? لان البالباركاسيشن اللي كان بيشارك في تكوين الانترافنتريكولر سيبتم بش موجود اصلا. ما تكونش من اساسه. من اساسه. يبقى ده اول انوماليز عندي في حالات الايه? كلمة كلمة يعني دائمة مفتوحة دائمة. طيب. التانية اسمها ترانس بوزيشن اف دا جريد فيزلز. كلمة ترانس بوزيشن يعني ايه? يعني اللي تنين يتكونوا. انت متخير معايا في الصورة بص كلا في الصورة. اللي تتكونوا عادي جدا. بس تلاحظ ان الاورطة رونها ازرق والبالومونير يرونه احمر. ايه ده؟ معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان ما حصلش سبايرل شير بفاكر الرائت فينتركل هو اللي يضرب في الاورطة. والليفت فينتركل هو اللي يطلع في الاورطة؟ محصلش عماية الاسبايرل دي فاصبح كل واحد بيطلع الدم بتاعه في اللقرب له. فاصبح عندي الرائت فينتركل بيطلع في الاورطة والليفت فينتركل بيطلع في البالومونيري. اوبا مصيبة. يبقى كده الجسم بيقصله دم غير مؤكسد. الحل الجسم بيبدأ يتخذ ردة فعل برضو الطفل الصغير ده بيتولد بمشاكل تانية بتصاحبها. هذه المشاكل الجسم بياخدها في سبيل تحسين الحالة بتاعت المريض. المريض دلوقتي الدم بيوصل له غير مؤكسة. قلت لك اشهر طريقة الجسم بياخدها حاجة اسمها دكتاس ارتريوزز. قلت لك لو بصيت كده ركز معايا في الصورة ركز ركز كده فالاتريام سوري ركز في الاورطة الزرقة وركز في الملمونة لأحمر ده. فيما بينهم وصل صغيرة هو مش يقول لك عليها اسمها بيتانت ارتريوزز او بيتانت دكتاس ارتري بعد الولادة بتختفي. هو بتفضل عنده فترة بعدها. شمعنا. قال لك لان الجسم بيحاول يخلط الدم المؤكسة بالغير مؤكسة. فيحاول يعادل الموضوع شوية. بيحاول يعادل الموضوع شوية. فيدي الاورطة شوية اكسجينيتة برد من الايه من البلموناري. فالجسم بيحاول ياخد ردد فعب. طبعا الدكتور مهمته بعد ده لان الطفل تولد انه بقى يصلح ده كله. يعني صلح ده كله. اول يصلح الاورطة والبلموناري ويرجع كل واحد لما كانه طبيعي. تاني حاجة بقى ان هو يروح بقى يقفل هو البيتانت ارتريوسيس دي. لان ما نفعهش تفضل مفتوحة. بس كويس انها فضلت مفتوحة. دي حاجة كويسة للبيبي. عشان كده انا بقول دي حاجة كويسة للبيبي في فترة ولدته. بعد كده بقى الدكتور لازم يقفلها ما دم هيصلح اللي قبلها. تمام ما دم هيصلح المشكلة الاساسية. يبقى بنقول ان الاورطة is connected with the right ventricle والبلموني يترنكي corrected لمين? left ventricle. غالبا الحالة دي بتبقى combinated بمين بالبيتانت د زي ما اتفقنا. والدم هنا هيتضخ. ده فيما سبيل ان الدم يتضخ من البلمونري ويروح للاورطة. فحاول قدي شوية اوكسيجينات البلد المين للاورطة. تمام بحيس ان الطفل شوية بعد الولادة على طول الجسم ما يموتش على طول. لا يعني يفضل عايش فترة على ما الدكتور بقى يعمل العملية ويعكس بقى ويرجع كل حالة لطبيعة. دي تاني اسمها تقلبة الاية. واحد جاء ما كانت تاني. ليه? لان السيبتم اللي المفروض يبقى سبيرل ما تكونش. اخر حاجة خالص اسمها الف ما تقولش عليك يعني. يقول لك السيبتم اللي تكون ده المفروض بيقسم لي. الترانكس ارتريوزيس بيقسمها بشكل متساوي. قال لك ما سأمهش المرضي بشكل متساوي. واحدة طلعت اكبر من التانية. وبالذات الاورطة لانها طبعا هي اللي طلعة من الليفت فينتركل للضغط العالي. فهي بالذات الغالبا بتاخد الحجم الاكبر. وتبقى البلموني دي حجمها صغير. طب وده ايه المشكلة. بص معاي في الصورة كده. المشكلة كبيرة قوي يا جماعة. ليه? قال لك لان المشكلة ان الف الاورطة كبيرة. الاورطة فاتحتها كبيرة. تمام? الفنتركل اللي هو الليفت فينتركل هيضخ في الاورطة مفيش مشكلة. هيضخ الاكسجينيتل برد في الاورطة. لكن المشكلة الاكبر ان الرايت فينتركل كمان هيضخ في الاورطة. لان اصلا المفروض الفتحة بتاعته تبقى كلها عبارة عن بلمونير. انا قلت لك دلوقتي ان السيطم ايه? جار على واحدة منهم. اخد حتة من البلمونيري ودخلها على الاورطة. اصبح في حتة من الاورطة كبيرة والبلمونيري صغيرة قوي. فاصبح الرايت فينتركل برضو بيقدر يضرب الدم بتاعه فين? في الاورطة. كده الدم بتاع الاورطة هيبقى برضو فيه اوكسجين وفيه دي اوكسجينيتد. نفس الكلام يا شباب. هذه الحالة بيصاحبها اربعة كرايتيريا. في سبيل برضو ان البيبي يتولد ويفضل حي لحد ما الدكتور بقى يصلح الدنيا دي. ففيه اربعة كرايتيريا عشان كده يسموها تيترا يعني اربعة. تمام? صاحبنا اللي تكتشف البتاع دي. اكتشف بقى معها اربعة في نومنا تظهر عندي في المريض. اول حاجة. قلت لك ان البلمونري حصل فيه ستيانوزز. يعني ايه كلمة ستيانوزز? ضيق في البلمونري. البلمونري ديق. مفيش دم بضع لعم البلمونري. البلمونري ديق. يبقى بلمونري ستيانوزز. تاني حاجة. لو تلاحظ معي البتاعي ده قبل كده كان مفروض شغال حلو وما فيش وفور لعشام عم نوره لان هو بيدخ فين في البلمونري. اصبح البلمونري مسدود. وبيضخ على الاورطة. فاصبح بالشغال حلوه اصلا. والدم اللي هيجيله برضو بيش هيبقى ايه بيش هيبقى كتير وبالتالي بش يعرف يضخ دم كتير. خلاص الحوار ان هو هيقل شغله فيحصل فيه هايبرتروفي. يبقى هايبرتروفي. كذلك برضو بلاحظ ان السيبطم اللي ما بين التو فينتركل بيبقى مفتوح. ليه? لان في مشكلة اصلا يا جماعة في تكوين السيبطم اللي جوة ترانكس ارتريوزز واللي جوة البالباس كوردس. وده هياثر على المنبرينة سبارت. وقلتلك حالا المنبرينة سبارت لازم جزء منه بيتكون بواسطة البالباس كوردس وتنكس ارتريوزز. فلو في مشكلة فيهم يبقى في مشكلة في تكوين المنبرينة سبارت. طيب بيصاحبها ايه? فنتركلار سيبطم ديفكت. وريدي الجسم محتاج الكلام ده دي حاجة حلوة بالنسبة لي يا جماعة. مش معنى? لا ده انا ده حاجة حلوة قوي. لان انا محتاج اصلا الدم شوية يدخل على وهيقدر يوصل على البالمونيري. ان البالمونيري كده بش وصلها دم حلو. اللي اه? بش وصلها دم حلو. اخر حاجة خالص اللي هو الاورطة. زي ما قلت لك ان الاورطة بتستقبل دم اكتر من حاجتها. زي ما نقول كده الاورطة اخدت وجارت وركبت على فأصبحت اخده منه. فسميها فانبنقول ان الاورطة بتستقبل الدم بش بس من لا ده كمان من فشوية الدم للأسف دي هيوصل للجسم. يبقى المريض بتاعي ده. غالبا مشكلته ايه? مفيش دم حلو رايح للرقة لان البالمونيري مسدودة. والجسم نفسه بيوصل له ايه? دي اكسيزينيتو باللد فانيحصل له سيانوزز برضو. زمان كانوا بيسموها تيترولوجي. اصبح دلوقتي عايزك تغير الاسم وتكتب لي بنترولوجي. لان اصبح فيه كمان حالة خمسة اكتشف انها تفضل موجودة وهي البيتانت داكتس ارتيويوزز. قلت لك ان فيه فتحة اللي هو الوصلة اللي ما بين البالمونيري وما بين الاورطة. الفتحة دي هتفضل برضو موجودة في الطفل بعد ما يتولد معاه فترة طويلة حد ما يتعالج. ايه فايدة الفتحة دي بقى? ما هو الفتحة دي بتحاول انها هتجيب دم من الاورطة المراضي واتدخله على البالمونيري. يبقى المراضي هتجيب دم من الاورطة واتدخله على البالمونيري عشان تعوض النقص اللي راح الدم للرئة. يبقى التالت أنوماليز معنا يا شباب اسمها ايه؟ اسمها فلوت تيترولوجي. دول ثلاثة أنوماليز في حالة ترانكس أرتريوزز. طيب. ده بالنسبة برضو للصور اللي انا تعطيها قدامك ديت وخلاصة الكلام. في صورة كمان بعدها لو انت بلاحظ معايا الصورة كده فيها دوايا الوردي ومش عارف ايه. الصورة ديت بيبين لك بس تكوين برضو الاورطة اهي. اهي. بص السطر الاولاني اللي هو حرف الايدة ده النورمل. اهو بدأ يتكون وسدي لي قفل على بعضه. كول لي فتحها للأورطة وفتحها للبالموناري. تمام كده؟ حد يقول لي ده من قدام من تحت ولا من فوق. يعني ده في البروكسيمال بارت ولا في الديستل بارت. لما البالموناري تبقى قدام والأورطة تبقى وراه. ها هيوة ده في البروكسيمال. قريب من الفنتركل. طيب دي البداية يعني. طيب الانوماليز بقى ممكن تبقى ازاي؟ ان الأورطة هي اللي كبرت زي ما انت شايف في رقم بي. في اخر صورة في رقم بي. او ان البالموناري ممكن تكبر. بس دي حالات بتبقى رير شوية. دايما الأورطة هي اللي ايه؟ دايما الأورطة هي اللي بتصعبط معي. اه في شوية ملاحظات بس الدكتور كان قاها في المحمر ممكن ما تلاقش عندك في الورق بس من باب العلم بيها يعني. الفلف الزهير تتكون لو انت ملاحظ قلت لك ان وانا بقول لك ارجع كده معايا على الصورة. يعني لو انت فاكر لو انا بكلمك على الانترميديات سبتم. سبتم اللي كان بتكون ما بين الاثيم والفينتريك اللي كان بيشارك في تكوين ايه؟ المترال والتراي كسبت فالف. هو في الاول كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن كوشن. قلت لك شوية خلاة بتتكمع كده. بعد كده هذي الخلاة بتتاكل زي ما انت شايف رقم بيه. بتتاكل عشان تاخد الشكل بتاع السبتم اللي احنا عارفينه. اللي هو بتبقى شكله وعمل زي واي شب ده كده او في شب. عشان بعد كده الدم يروح باتجاه واحد وما ينزلش التحت. على حسب بقى اتجاه السبتم زي ما احنا عافين. ده في الصورة سي بتوضحك الكلام ده. طيب ايه كمان؟ الديفولوب بتاعت راي كسبت والميترال ذالف ده احنا شرحناه خلاص الحمد لله. اللي كان بيحصل ما بين الايه؟ بالموناري بريماتف اتريم والبريماتف فينترقلز. طيب ده بالنسبة لحواراتنا وبالنسبة لديفولوب اف ده هارت. مش عارف اذا كنت طولت عليك او حسيت ان الموضوع كبير بالعكس بالله. موضوع سهل وبسيط وانت لو حاولت بقى تقرؤه بينك وبنفسك مع تتذكر الصور اللي احنا عرضناها. ان شاء الله دنيا تبقى سهلة بالنسبة لك جدا 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 ان شاء الله باذن الله. تفعنا يا شباب. في بس حاجة صغيرة خالص في نهاية المحاضرة. وانحنا كده خلصنا شرح الامبريو بتاع الديفولوب اف ده هارت. معادش في حاجة دول المحاضرتين كاملين. البقية الحاجات لو عندك حاجات زيادة في الورق حزيفها خلاص مش معنا. تمام? في بس عنوان صغير اسمه البيتانت داكترس ارتريوسيس. انا لسه شرحولك اكثر من مرة. وده سؤال لازم بيجيلك في الامتحان. ده ريتن او ام سي كيو. فركز فيه الله يبرك لك. العشر دايق دي اهم عشر دايق في المحاضرة. انا عايزك تطلع من الريكورد ده ومن الفيديو ده. فاهم لي بس الحتة دي. بس انا رفعها لك صورة ايه? صورة بالمونري ارتري ازرق. واورطة حمراء. صحي كده? ده الكلام النوربان. المفروض انت لما بتتوّد يا جماعة لما بتتوّد. وانت في بطننمك زي ما اتفقنا مفيش اه مافيش رئة. فبيبقى فيه اختلاط ما بين البلموني وبين الاورطة. باكتر من طريقة. سواء امبعة الفتحات اللي هي كان اسمها الااا الافال اللي هي الاستيام اوال كانت لسا مفتوحة. سوايا عن طريق الدكترس دي التي اسمها الدكترس ارتريوزيس. اللي هي عبارة عن ايه؟ يقولك دايب بتبدأ بص كده في الورق بيقول لك ايه? دي بتبقى communication ما بين. البارت بتاعت الاورتك آرش شايف انت الاورطة بتعمل شكل متقوس باسميه اورتك آرش. نهاية الاورتك آرش دي واصلة واصلة مع البلمونيري ارتري مع الرايت برانش او سورية مع الليفت برانش او بلمونيري ارتري. يبقى الملمونيري ترونك لما اسم ليفت وريت. الجزء من الليفت راح مسك وعمل ضقت عمل قناة ضقت يعني قناة عمل قناة مسكت في الاورطة. فاصبح عندي حاجة اسمها داكتاس طب المرض ده اسمه ابنورمالتز ايه المشكلة بقى فيه حاجة اسمها المريض بتاعي ده يا جماعة بعد اما بيتولد المفروض اي شخص طبيعي بعد اما بيتولد هازي فيه خالص خلاص بقى يعيش حياته طبيعي زي وزي ايه الانسان والدم ما يختلطش ويطلع على طول على الرئة والرئة هتقوم بشغلها خلاص الطفل ده تولد والرئة سليمة ولكن المشكلة عندي يا جماعة بتحصل لو ما تقفلتش فيه ويفضل فيه اختلاط ما بين الدم المؤكسد ولا دير المؤكسد وتلاقي الطفل جاي اشتكلك من سيانوزز من زرقان في اطراف ومن ايديه والشفة وكل حاجة الحل بتاعت الحالة دي هيبقى ايه الحل بتاع الحالة دي ان بدي ادوية او بعمل تدخل جراحة لو الادوية ما نفعتش تمام بروستا جلاند مش عارف ايه بحوح ادي ادوية هذه الادوية تروح تقفل لي هذه الضغط وتعملها وتقفل زيها زي اي بعد الولادة المفروض انها تقفل يبقى المفروض انه يتقوم مكانها هذا الليجامنت المفروض يبقى ماسك بس بجرد ماسكة كده ما بين ماسكة مزدودة ما ايش بتوصل دم ولا اي حاجة ما بين الاتريم وما بين الاورطة سوري وما بين البلمونري ترانك سبعين في المية من الناس اللي عندها مشاكل بعد الولادة في القلب بتبقى عندها المشكلة دي ازا تمام انا من اطفال يعني فغالبا بستنى عليهم او بحاول اديهم لو في خلال ايام ما تقفلتش تمام اه في حالة تانية اسمها مش مهمة بالنسبة لي قوي بس ده ممنعش انك تقرأها افضل لان يعني كان فيها اسئلة يعني ممكن اسم بس تعرفه وتفهم معناها ايه ان ليقولك يعني الاورطة بتاعتي بتنسد يحصل فيها ناروينج انسداد بتبدأ تديق تمام هذا الديق ده ممكن يبقى بعد الضكت المكان اللي كان في الضكت من بعده او من قبله فسميها بري داكتت او بوست داكتل تمام بس يعني انا اقيتهم الكلمتين دول اللي عايزك تعرفهم في حتة الايه الكو اركيتيشن اوف داورطة ليهميني جدا 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 البيتان تضاكتس ارتيويوسيس يجي لك سؤال في الانتحان شورت نوت يقول لي اوصف البيتان تضاكتس ارتيويوسيس يقوم كتب لك كلمتين لسه اللي هم لك دلوقتي دول ان دي عبارة بتبقى بريزيستنت كوميونيكيشن ما بين كذا وكذا والمفروض انها تقفل بعد الولادة بس ما متفلتش عند المرض بتاعي دا طب ايه الحالات بتاعتها والله ممكن تبقى ايزوليتد يعني ايزوليتد يعني طفل مولود بالحالة دي وخلاص كده اللي هو عنده الداكتل ما تنتفلتش او تبقى السوشيتد مع حاجة زي ايه انا لسه اشرح لك دلوقتي كانت الداكتل بتفضل مفتوحة فيهم تلاتة او اربعة لازم تبقى فاكر في الامتحان تلاتة بشكل اعداد زي مين يا شباب حد كده يفكرني لسه اخر واحدة مكلمين عنها الفلوت تيتروليجي او اللي قبلها اللي كان اسمها ترانس بوزيشن او في دا جريت فيزل الحاجات اللي قلت لك انوماليس في الترانكس ارتريوزز دول اتنين اهمت كان بيصاحب الحالة بتاعت المريض بتاعي ايه بيتانتالاكتلس ارتريوزز وصلت طيب ويه برضو الحالات الباقية اللي كانت فيها مشاكل في السبتم سواء في الفينتريكليز او في الادريم راجع هكده وفتكر احنا اخدنا اي منهم ليها علاقة بالبيتانتالاكتلس ارتريوزز اتمنى ما يكونش طولت عليك اتمنى يا رب تبقى فهمت لو فهمت كلمة ادعيه وربنا كريم تقلقش يعني موضوع سهل وبسيط مجرد بس انك تقرأ الكلام ان شاء الله يبقى سهل بالتوفيق يا رب دعواتكم والسلام عليكم